بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان أهلاً ومرحباً بحضراتكم معنا في حلقة بديدة من الأبطال ألف من يوم مبروك الفوز مبارح ببطورة أفريقيا الحقيقة مبارح كانت مباراة رائعة كلنا فرحنا وكلنا يعني يعيشنا لحظات جميلة لحظات الحقيقة يعني كان فيها فرح وكان فيها ترقب وكان فيها ألأ لآخر ثانية كلنا قلقانين بس الحقيقة يعني النهاردة خلوني أشارك حضراتكم كمشجع كمشجع للنادي الأهلي ومتأمل لنتيجة أو نتائج نادي الأهلي في السنوات الأخيرة والإنجاز الكبير اللي بيحققوا الجيل ده يمكن فيه أجيال قبل كده قلنا مش ممكن هتحقق يعني نتائج أو إنجازات زي اللي هم حققوها لو تفتكروا طبعاً يعني الجيل 2009 و2010 و2008 الجيل ده اللي حتى عمل مع المنتخب يعني نتائج كويسة جداً بالرغم من كده قلنا يعني الجيل ده مش هيك زيه تاني ولكن سبحان الله تشاء الأقدار في وجود كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس دولة النادي الأهلي وطبعاً الأسطورة الكبيرة تتحقق على إيده هذه الإنجازات خلينا نتكلم عن آخر خمس سنوات فقط آخر خمس سنوات أنت وصلت فيهم فينال آخر خمس سنوات أنت خدت اللقب أربع مرات في إنجاز الحقيقة ما تحققش لأي فرق أفريقية على مدار التاريخ وكمان مش نفس المنافس خليني أقول إن دي حاجة مهمة لازم إحنا نتدبرها أنت مبارح بتاخده من الترجي قبل كده أخده من الوداد بتاخده يعني من فرق مختلفة من شمالها لجنوبها لغربها يعني النهاردة أنت كل سنة بمنافس شكل كل سنة عندك منافس حتى السنة اللي أنت خسرتها كلكم طبعاً أفاكرين إحنا خسرناها إزاي كانت مباراة وحيدة وكانت في المغرب ما كانش فيه زهاب وعودة وبالمناسبة دي السنة الوحيدة اللي اتعملت كده بعد كده أو كل السنوات اللي فكت زهاب وعودة فإذا حتى الموسم أو اللقب اللي أنت خسرته في آخر خمس سنوات خسرته بظروف غير طبيعية مش عايز أتكلم في تفاصيلها طبعاً حضراتكم قادرة مني بتفاصيل اللي حصلت في هذه السنة أو في هذه المباراة وإيه اللي حصل يعني من أمور كثيرة ولكن خمس سنوات النهاردة أنت بتنافس فرق كثيرة من شمال أفريقيا ومن جنوبها ومن شرقها ومن غربها ومتفوز عليهم وكل سنة بتجدد المنافس وكل سنة بتحقق إنجاز 22 مباراة في أفريقيا مخسرتش وده رقم كبير جداً ورقم ده مرشح للزيادة أنت السنة تجلمها بتدي تشارك بتشارك فيه طبعاً مباريات أسهل فممكن الرقم ده يزيد خاصة لما تروح دوري المجموعات ممكن تتعادل النهاردة 22 مباراة مخسرتش فطبعاً دي أرقام بتدل يعني أي حد النهاردة بيتكلم لا النهاردة فئلة النادي الأهلي والنادي الأهلي أنا مشكلة بس عن الفرقة كمان الفرقة وراها نادي وراها مجلس إدارة وراها جماهير كبيرة النادي الأهلي النهاردة بيأكد إنه أكبر نادي في أفريقيا وأرقامه بتقول كده البطولة رقم 12 في تاريخ النادي الأهلي بارح شفنا على السوشيال ميديا لسه مفرحناش بالمكسب والجماهير بتقول للأهلي 13 أهلي فطبعا يعني النهاردة سقف طموحاتنا وأماننا كبر مع هذه الفرقة خلينا أقول لكم برضو كمان يعني الفرق البطولة دي أو النادي الأهلي عنده إيه جاي يعني خلينا نتكلم إنه آه فرحة بالمكسب وكأسم لرقم 12 لكن ده هترتب عليه أمور كتيرة أمور كتيرة جيدة النهاردة هتكون أول فريق أفريقي يشارك في بطولة الانتر كونتيننتر بطولة القرات ست فرق من ست قرات دي نفس البطولة وتفتكروا بتتلاقي في الباسكت بنفس الاسم الانتر كونتيننتر ودي النسخة الأولى في تاريخها فالنهاردة النادي الأهلي هيشارك فيها كبطل أفريقيا فيها بطل أفريقيا بطل أوروبا بطل أسيا بطل أمريكا الشمالية بطل أمريكا الجنوبية وبطل أستراليا مجازا اللي بتقال بطل أستراليا اللي هي أستراليا أو قارة أستراليا مع الجزر اللي حواليها النهاردة احنا بنتكلم في 6 فرق وليها نظام يعني طبعا هيشرحه طبعا أكيد يعني أسات زيتي في هذا المجال هتشرح إزاي وهتتقال إزاي وهتعامل إزاي في باي وفي فرقيتين هيلعبوا وقورة هتتعمل يعني مش هتعمل في دولة الانتر كونتين انتل مش هتعمل في دولة بعينها ودي هتتلاقف في ديسمبر في نوفمبر وديسمبر اللي جاية ومشاركة النادي الأهلي فيها أكيد يعني هيبقى فيه مقابل اللي انت شاركت فيه يعني النهاردة يعني هيبقى فيه يعني عوائد مش أرقام بس ولكن هيبقى يكون فيه عوائد أكيد النادي الأهلي ومجلس دارته هيستطيعوا استغلالها أحسن استغلال هينعاكس أوتوماتيك إن الفرقة تبقى أفضل وأفضل ودائما كان زمان بيقولنا المكسب بيجيب مكسب وللأسف الخسارة بيجيب خسارة خلينا نقول نكمل المقولة أو المثل اللي احنا كان بتقالينا حتى وإحنا صغرين المكسب بيجيب مكسب في كل شيء فالنهاردة انت مكسبك مش بس أرقام بتتحقق وإنجازات وفرحة كبيرة للجماهير لا ده بترتب علي بصناعة بقت صناعة كبيرة النهاردة النادي الأهلي هيستفاد استفادها كبيرة من المشاركته طب كاس العالم الأندية انت أول المتأهلين النهاردة كل الناس بتقولك يعني النادي الأهلي خد أولا كاس العالم الأندية بقى كل أربع سنوات من مشاركة 32 فرقة بقى زي كاس عالم للمنتخبات واللي بيشارك بياخد رقم كبير جدا يعني 9 مليون دولار ده رقم ضخم يعني رقم مش قليل فالنهاردة كاس العالم الأندية انت متأهلها كده كده لان انت بطل أفريقيا في 2021 و20 22 23 24 عندك أربع سنوات انت بطل فيها ثلاث مرات فهياخده البطل وبعد كده هياخده التاني اللي معاه فالنهاردة الفرق كلها بتتنافس انها توصل معاك فينال عشان في الآخر تتأهل معاك بطولة العالم ففي أربع فرق الحقيقة أكدوا مشاركتهم في بطولة العالم الأندية من أفريقيا فالنهاردة انت بتتكلم عن تاريخ النادي الأهل يعني في صدد ان هو يعني يكتبه مشاركتك في الانتر كونتينينتل مشاركتك في كاس العالم الأندية في نسختها الجديدة بـ 32 فرقة وخلينا أقول لكم حاجة جمان كنت بتتكلم الحقيقة مع زميلي محمد ناجي قبل الهوى بقوله يعني النهاردة احنا خدنا مديليات كتيرة في المركز التالت في بطولة العالم المديليات دي كانت في النسخة القديمة لما كان بيشارك عدد فرق زغيرة النهاردة انت بتتكلم ان الريكورد اللي انت عملته ده دايما هيحطك لمدة انا متوقع يعني لمدة 100 سنة قدام هيحطك اكتر فريق خد المركز التالت اكتر فيه خد المركز التاني اكتر الفرق المشاركة يعني الارقام دي تكملها معاك في بطولة العالم الأندية اللي هو هيبقى صعب جدا ان انت النهاردة في المشاركة 230 نادي صعب وليه لا اه نحلم بس مش هيبقى دايما بالتكرر ده لان البطولات هتعامل كل 4 سنين فارقامك اللي انت عملتها في بطولة العالم الأندية اللي كان بتعمل كل سنة بيكملها معاك هتبقى ارقام حطتك في احسن فرق على مستوى العالم يا جماعة النهاردة النادي الاهلي اصبح فخر مش بس الجمهور النادي الاهلي لا لمصر كلها احنا شفنا امبارح المطش والتنظيم والشكل واللعيبة والتزام جوه الملعب امبارح فرقتنا التزام كامل مش تكتيكي بس التزام سلوكي جوه الملعب مطش مبارح مطش الحقيقة يعني لو هنتكلم عن مكاسبه مش بطولة بس لانت عندك مكاسب كتير والمكاسب الحقيقة تعملت في اخر 5 سنوات والحقيقة انا عايز اقول لكم ان انا واحد من الناس انا سعيد جدا ان الانجاز ده تحقق على ايد كابتل محمود الخطيب رئيس النادي لان الحقيقة يعني احنا شفنا مبارح اخر دقيقة في السوشيال ميديا هو كان منفعل ازاي يعني النهاردة كان كأنه يعني بيلعب مع العيبة في الملعب فكابتل خطيب الاثناشر بطولة الاخيرة كابتل خطيب مشارك فيهم او سواء الاثناشر بطولة اللي خدهم بطولة افريقيا كابتل خطيب مشارك فيهم الاثناشر بطولة اللي خدناهم مشارك في مراكز مختلفة جوا النادي شارك فيها كلاعب في الاثناشر بطولة شارك فيها كعضو مجلس ادارة شارك فيها كنائب رئيس النادي شارك فيها الرئيس النادي فالنهاردة كابتن محمود الخطيب اتناشر بطولة اللي حصل عليها النادي الاهلي اتصور يا جماعة حتى كابتن محمود كتب تاريخ يصعب يعني صعب المهمة على من بعده زي ما بيقوله يعني ربنا يديك الصحة يا كابتن وتفضل دايما دايما وسطنا ودايما يعني مصدر الهام لكل الفرق ولكن انا بتكلم النهاردة انه هو يعني بيقولك اتعب من بعده مين يقدر يحقق الانجازات دي مين يقدر يحقق مع فريق كرة اللي حصل كده موفر كابتن خطيب ومجلس ادارة بالكامل موفرين استقرار فني للفريق استقرار مالي استقرار مالي وحط تحته ميت خط في وقت العالم كله بيعاني مش الاندية فالنهاردة بيوفر لك استقرار مالي وده اساس اي نجاح اسس كابتن محمود الخطيب والمجلس ادارة لشركة الكورة كاول نادي في مصحب عنده شركة كورة عشان نقدر نطور ونستغل لمواريد الفرقة فالنهاردة النادي الاهلي يعني سواء كابتن محمود الخطيب مجلس الادارة عندك كمان الفرقة الجهاز الفني والاداري ارقام صعبة ارقام احنا كنا بنقول زمان الارقام اللي تحققت دي صعب او نحققها صعب النهاردة بنحقق ارقام وبنفكر في اللي بعده فالحقيقة فوز مبارح وكأس مبارح الحقيقة يعني ليه مكاسب كتير وليه يعني لو قعدنا نحلل مكاسبنا من هذه البطولة كتير المطلوب النهاردة من الفرقة ان احنا زي ما قال دايما كابتن محمود الخطيب ان اي بطولة بتكسبها 24 ساعة تفرح وبعد كده حطها رضهرك عندنا دوري عندنا دوري مهم جدا ان احنا ناخد الدوري السنة دي ومهم جدا ان احنا نسعد جماهيرنا مافيش بطولة بنشارك فيها لما بناخدها دايما كابتن محمود دايما بيقول كده مش بس للكورة لكل الفرق اي بطولة خدتها بقت ماضي وانت النهاردة مطالب تفكر في الجديد الجديد عشان تسعي الجماهيرك اللي كانت موجودة انبارح النهاردة انبارح الحقيقة الجماهير ايه الجمال ده يعني انا من زمان ما شفتش الاستاذ كده والله الواحد كان قاعد بيتفرج بقول يا رب يا رب الناس دي ما تمشيش زعلانة جماهير والتزام وهتفات وتشجيع حاجة وحضور وانصراف ولازم ولازم ما ننساش نشكر كل الاجهزة الامنية الحقيقة اللي شرفت على الدخول وخروج الجماهير لازم نشكرها الناس النهاردة انبارح تقبت جدا جدا وليه دايما ما بنشكرش يعني وني دي لكل واحد حقه انبارح الاجهزة الامنية وكل المسؤولين على التنظيم سواء يعني اجهزة رسمية او الشركات خاصة بتنظم الدخول والخروج كل دول كل المسؤولين لازم نشكرهم ليه دايما نروح ونقول الوحش ما نقول كويسه النهاردة الجماهير حضرت ودخلت وانصرفت بكل سلاسة وسهولة والتزام لما لقيت ان الجماهير دخلت بالتزام وانضباط ودخلت شجع في رقيتها كان فيه كل التعاون موجود لازم نشكر كل الاجهزة لازم نشكر كل الاجهزة المتعاونة والاجهزة الامنية والاجهزة اللي ساهمت بخروج المطش كده حاجة جميلة جدا الحمد لله رب لا ما فيش غلطة بار حتى جابت المحمود الخطيب راح بنفسه أشرف على مراسم التتويج ما كان وارد كل الكرة يعني ما كسب اخساركم ممكن نخسر ولكن اسم النادي الاهلي النهاردة حتى لو نادي التراجي اللي كان توج كان النهاردة فيه تسليم مدليات وكؤوس لازم تظهر بمظهر كبير انت النهاردة في مصر انت النهاردة على السادة القايرة انت النهاردة النادي الاهلي هو الفاينال فلازم تطلع بكل سورة كابت المحمود الخطيب راح وتحامل عن نفسه وقف وبصه أشرف بنفسه على المراسم بتفاصيلها طبعا فيه جهاء فيه يعني أجهزة تنفيذية في النادي على أعلى مستوى ولكن من باب التأكد ومن باب الاهتمام كابت المحمود الخطيب كان موجود والإشراف طبعا خبرة كبيرة حقيقة ما اكسب كبير من بلح الناس من الفرحة ملمتش أنا حقيقة نايم من ثلاثة الفجر عمالة ردود الأفعال مش بس في الصحف المحلية والصحف العالمية لازم اشيد النهاردة بالشناوي كابتن الفريق لازم اشيد به لأن النهاردة الشناوي ضرب مثل ككابتن فريق أنا في الملعب زي بره الملعب أنا النهاردة بمثل النادي الأهل لازم كل الشكر للشناوي كابتن الفريق الحقيقة أنا جاي من مبارح وشايفه في كل مكان وشايفه على الخط بره وشايفه في التتويج فرحة كأنه يعني 20 سنة لازم نشكره لأنه هو كابتن الفريق وهو رمز الفريق من اللاعبين لازم نشكره شكر كبير جدا جدا وتمناله إن شاء الله كله ودوام الصحة ودوام التوفيق ويبقى إن شاء الله متقلق دايما الشناوي ده كان كلامي اللي عايز أشاركم وحضراتكم النهاردة مع فريق الكرة الحقيقة لازم أروح برضو ومنساش أبدا أبدا أنا راجل يعني بنتمي للألعاب الأخرى والفرحة دايما مع الكرة ما بتنسينيش الألعاب الأخرى لازم أبارك لفريق كرة اليد أخواتي من الجهاز الفني واللاعبين ونشاط الرياضي وكابتن ياسر لبيب رئيس الجهاز كل دول الحقيقة أنا ببرك لهم وبقول لهم ألف من لهم مبروك الدوري النهاردة للسنة التانية على التوالي كان دايما عندنا مشكلة في اليد خلينا أكلمكم بكل أمانة كان دايما جمهور النادي الأهل يقول لك والله كنت بسمعه وكانت بتقطعني لا 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 احنا مش عايزين نتفرج على اليد وكان بيتقال أكتر من كده ولكن النهاردة كرة اليد دوري وخلينا أقول لكم لو لا أخطاء تحكمية فجة في المباراة التانية احنا برضو مش هنفترض سوء النية ومش هننسى أبدا اسم الحكمين دول في مطش التاني مش هننسى أبدا وكل فترة هفكركم بيهم عشان هم حطونا في موقف مش كويس انت عندك الفريق عشان وريكوا صلابة الفريق نظام المسابقات ظلمك وحشرح لكم ليه ظلمك ولجنة المسابقات وخلينا يكون واضح وأمين لجنة المسابقات لفريق اليد الرجال أو لجنة المسابقات للرجال مش مسابقات السيدات السيدات ما ظلمت ناش السيدات عملت بما يرضي له نظام اللي بيشتغل طول السنة بيلاقي آخر السنة ولكن لجنة المسابقات ظلمتك وانت وفقت ولعبت يعني دي من أول السنة ولعبت وشاركت واكتهدت ما قلتش لا خلاص ما الاول زي التاني طلع تاني ما فيش مشكلة لا كنت بتلعب كل مباراة انت تفوز وتأهلت للاخر بيت اول الدوري وبعا كده سواك بالتاني ولعبك بيستوف تريه فروم سكراتش من زيرو انت من الاول بتلعب وتكسب اول مباراة وتخسر تاني مباراة باخطاء تحكمية يعني واضحة للكل والجميع وتيجي المباراة التالتة تتحت تحت ضغط عصبي رهيب والولاد يكونوا قد المسئولية وتفرق ربع ساعة انا انا في حياتي ما شفت احلى منهم مع فريق كورتلياد ربع ساعة من السيطرة والفدائية واللعب وتفوز بالدور اربع بطولات النهاردة خدهم فريق كورتلياد السنة دي تعالى نزاكرهم مع بعض ونفتكرهم ونقعد نفكر نفسنا لغات ما تيجي السنة الجديدة بطولة افريقيا للابطال السنة دي خدها فريق كورتلياد فريق كورتلياد خد السوبر المصري بطولة افريقيا لابطال ما كانش نادي الزمالك مشارك ولكن كل الفرق الأفريقي كانت مشارك أنا بس بقول عشان أوضح ولكن السوبر المصري من نادي الزمالك النهاردة الدوري المصري من نادي الزمالك السوبر الأفريقي من نادي الزمالك تاني أنا بقول لي كده عشان نبقى عارفين من المنافس وإحنا نفسنا مين النهاردة أنت المنافس التقليدي بتاعك اليد في مصر أهل زمالك ما احترابنا لكل الفرق يعني تاريخ كله كده نهاردة بتفوز باللقب الدولي 25 في تاريخك نادي الزمالك 19 فرق 6 دولي 6 دولي عن نادي الزمالك مين بقى ملوك الصلاة ماشي طيب عندنا فريق كورة اليد هيلعب بطولة العالم السنة اللي جاية وبمناسبة هتبقى في القاهرة انتوا طبعا طبيعتوا وشفتوا بروتوكول التوقيع وكان مع الاتحاد الدولي في حضور طبعا الدكتور حسن مصطفى ودكتور الأمين رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كورة اليد وشفنا طبعا كل المسؤولين المصريين في توقيع العقد لتلت سنوات جاية هتبقى بطولة العالم والعظماء التمانية هتبقى على الأرض مصر ودي حاجة كويسة جدا ونظام الاتحاد المصري وما كانتش تبقى في مصر وما تبقى في مين يعني مصر استضاب في الكأس العالم وتستطيع انها تنظم فالنهاردة كورة اليد عملت موسم ناجح وبنبارك لهم وبنربط على ايديهم وبنبارك لماستر ديفيد ديفيدز وبنبارك للجهازي لفا كابتن الابراهيم وكل اللعيبة اللي كانوا رجال انا مش عايز انسى حد احنا عملنا مطش رائع اخذ مصري سيسا عندك فوكس عندك انا بس مش عايز انسى حد عندك محسن رمضان عندك فيصل كل اللعيبة النهاردة ابراهيم حارس مارمع حميد كلهم كل اللعيبة اللي حقيقة عملت مطش وعملت اداء برجولة جدا بشكل انا يعني اتفاجئت اتفاجئت الف مبروك الف مليون مبروك لفريق كرة الهات هروح للموضوع التالت اللي عايز يعني اشارك حضراتكم فيه قال لو هو كرة السلة النهاردة عشان ما تقولش بس يا كابتن انت بتتكلم على المكسب ما تكلمش على الخسارة لا 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 خالص احنا دايما دعمين فرقنا في كل الاوقات الاول قبل ما تكلم على فريق كرة السلة النهاردة اللي خسر مباريتنا الحقيقة فيه البسكتبول افريكا ليج او البيئيل وودع البطولة طبعا هو خسر اول مباراة وخسر من الرباط او فتح الرباط او المغربي وخسر النهاردة من الاهل الليبي اولا طبعا هردلك دي رياضة والفرقة دي فرحتنا كتير الفرقة دي فرحتنا كتير فلازم يكون عندنا من التأييد والدعم لهذا الفريق يوم ما يخفق او يعمل سنة وحشة او موسم وحش لازم ندعم هذا الفريق ابدا هما مش عايزين يخسروا فيه هزة في الفريق اه بنعترف ان فيه هزة بس خلي بالكم الفريق ده مجهد جدا خلي بالكم الفريق ده فيه اصابات كتيرة جدا انا ما بقولش مبررات انا دلوقتي هتكلم عن الاخطاء قبل ما هتكلم ولكن انا بتكلم الاول عشان لا نقصوا على هذا الفريق ولا نجلة ذاتنا الفريق مجهد سواء لعيبة منتخبك او لعيبة من نادي الاهلي المشاكل مع المنتخب او اللعيبة اللي في نادي الاهلي يطلعين من بطولة لبطولة مفيش راحة لحمين بقالهم 3-4 سواء 3-4 مواسم اه دي حاج عندك اصابات مع لعيبة مهمة جدا ولعيبة كتير من اللي انتوا شايفينهم النهار ده لعبة بتتصاب وترجع وتتصاب وترجع عندك عمر زهران مؤمن خير عندك سيف سمير تصاب كتير ورجع عندك ابو النص تصاب ورجع يعني فيه لعيبة كتغيبة يوسف المعدوي مش موجود اصلا مصاب فالنهار ده انت عندك لعيبة من قوامك الاساس بعيدة فعشان ما نقصوش على نفسنا الفرقة مش في الطب بتاعها فوضع طبيعي النتائج تهتز طيب انا بقى نصحتي للعيبة ايه انا لازم النهار ده اتكلم انا في وضعه وعندي النهار ده بطولة اخيرة وهي بطولة الدوري مع منافس قوي ومحترم هو الاتحاد السكندري ونجح نياخد مني كأس مصر عايز ادي نصيحة للعيبة النهار ده احنا كنا بنمر بالحالات دي كتير يبقى فيه هزة في الفرقة تبقى عارف مش عارف ايه مش عارف ايه مش موفق بتشوت ما بتجيبش بتلاقي اللعيبة بتبصي مين شمال تلاقي فيه دنك بتحط فيك طب هو مين اللي غلط مين اللي قصر الصغرة دي حصلت من اين الكلام ده او الموضوع ده الاساس فيه لازم اللعيبة تقعد مع بعض لازم اللعيبة كلها تتلم كل يوم يكون فيه اجتماع بيننا وبن بعد كل لعيبة بعد كنا بنعمل كده واحنا تعلمنا كده والدور اللعيبة الكبيرة لازم بعد كل تدريب لازم نتكلم لازم نتحاور لازم نشوف بص انا طلعت قابلت ده فانت اتأخرت شوية في الدروب فلازم نرجع تاني نتكلم نفكر بعضين كنا بنعمل ايه في الملعب لازم نقرب ونلتحم ببعض جدا النهاردة الدوري يخليك تشارك في البال السنة الجاية فالدوري مهم جدا لازم تاخده وده اللي يخليك تاني على الخريطة ونرجع تاني البال ونرجع ندافع عن اللقب اللي احنا خسرناه السنة دي ولكن النهاردة دور اللعيبة الكبيرة دور اللعيبة الكبيرة لازم تحتوي بعض دايما الخسارة بتعمل نوع من الفركاشة المكسب بيجمع لا دور اللعيبة الكبيرة بقى انه لما يحصل خسارة لازم اجمع الفرق لازم النهاردة نقعد نتكلم بعض لاندي الاتحاد احنا حفظناه وهو حفظنا طب هنعمل ايه كنا زمان نقول لبعض انا همسك فلان يا جماعة مش هحط بسكت النهاردة انا همسكه ده بتاعي انا مش هخليه حط دربلاي في الارض وانا همسك فلان نتكلم في الدفاع اكتر من نتكلم في الهجوم لازم نلتحم ببعض اكتر لازم نلتحم ببعض اكتر النهاردة خلينا اتكلم ان الروح ما كانتش عجباني انا بتكلم عن السلبيات زي ما اتكلمت عن الفريد اديه فرحنا الروح ما كانتش عجباني مش ده بنش النادي الاهلي مش ده البنش النادي الاهلي بتاع البسكت لا مش ده يعني البنش في اول خمس دايه بيبقى حلو اول عشر دايه الاقيه مع الوقت الاقيه حالة الوشوش كده حالة من التوهان والوجوم بينزل على الوش بلاقيه اللعيبة فصلت عن المباراة لا لا احنا لازم نجيب بعض ولازم نفوق بعض وده دور اللعيبة الكبيرة سيف اهاب امين عمر طارق اللعيبة اللي بسميهم بالاسم ابو النصر اللعيبة الكبيرة لازم النهاردة نقعد وكل يوم بعد كل تمرينة نقعد مع بعض ما نمشيش نقعد يا جماعة ونشرب حاجة ونعمل ونتكلم فأي حاجة نبتدي تاني نعلي الروح تاني اه جماهير زعلان انتو فرحتونا كتير اه فرحتونا كتير ووقفين جنبكم ودعمنكم في كل الاحوال احنا دعمنكم لاننا عارفين ان انتو مش عايزين تخسروا اكيد ولكن عليكم دور لازم تعملوه لازم الفرقة تتلم تاني لازم نرجع صلحوا جماهيركم بالدوري غلوا خلي عندكم غل ان انتو عايزين تكسبوا صرحوا جماهيركم بالدوري الحقيقة دول التلات فرقة النهاردة اللي كنت عايزة اتكلم مع حضراتكم فيها طبعا الكورة واليد والسلة هنطلع للفاصل النهاردة عندي او ضيوفي ابطال عب بالمناسبة احنا بنحاول نجيب كل الفرق تاني عشان بيقولوا يعني محدش يقول قناة النادي الاهلي ليه ما بتحتفلش حتفلنا مع فريق كورة اليد سيدات كلمناهم وزبطنا معهم مواعدهم كانت تسمح مواعدهم اللعيبة النهاردة اوف سيزون فالنهاردة كل اللعيبة اللي سافر مع عسرته طول السنة محبوس عشر شهور سايب بيته فالنهاردة اللعيبة بتسافر الجهاز الفني راح شاف اللي ابنه عنده حاجة اللي بنته عندها حاجة اللي والدته او والده يعني كل واحد بيكون عنده اموره معطلها البعد فما بنقدرش نوفق ظروف اللعيبة كلها اللي دارنا نوقف كل الفرق اللي دارنا نوفق ظروفنا معهم كان فريق كورة اليد سيدات وعملنا معهم احتفالية كبيرة وطبعا يعني زعناها لحضراتكم وحضراتكم تابعتوها على شاشة قناتنا احنا تواصلنا مع الفرق يا سيدات وتواصلنا مع اليد الرجال وتواصلنا مع الطير الرجال كل الفرق دي تواصلنا معها ولكن مش قادرين نزبط معهم تكرمهم في القناة عشان بس حضراتكم ما تفتكروش ان احنا مقصرين ابدا حتى المباريات اللي بتتزع دلوقتي الفرق احنا سعينا ناخدها عشان بس حضراتكم تبقوا عارفين فريق ماتشاط البالي البسكبور الافتل او ماتشاط الدوري او اي ماتشاط احنا بنسع ونخش ناخدها بنوفق في بعضها ولا نوفق في البعض الاخر والاسباب ما ينفعش تتناقش قدام الشاشة ولكن احنا فعلا بنسع فالنهاردة حابب اوضح ده الجماهير النادي لحنا طيب مين ضيوف النهاردة فريق 17 سنة للكرة الطائرة الفريق ده الحقيقة فيه لعيبة بروميسين جدا لعيبة وعيدين جدا وفيه اتنين منهم متصعدين بالفعل مع فريق 19 وبلعابه النهاردة فاينا الكاس مصر طيب الفرقة دي فازت ببطولة الجمهورية بعد منافسة جديدة جدا بيمرانهم كابتن محمد حسين محمد حسين الفرقة دي فيها لعيبة لما اتكلمت أنا مع الجهاز الفني الاول للكرة الطائرة قالولي ان اللعيبة دي او فيه جيل ده فيه مجموعة هتعملين ازمة فوق في الدرجة الاولى ميجي يطلعوا لان اللعيبة كويسة جدا ولازم ياخدوا فرصتهم فالنهاردة كان لازم يكونوا ضيوفنا نعملها النهاردة مجموعة كبيرة خمس لعبين والمدير الفني كابتن محمد حسين هنتكلم مع الفرقة وهنتكلم ازاي فازوا بطولة الجمهورية وامالهم وطموحاتهم وحققوا ايه وخدوا مين كان بينافسهم كل ده هنعرفه في القائنة معاهم ولكن بعد الفصل اهلا بحضراتكم من جديد وازا ما حدراتكم شايفين طبعا كؤوس بطولة المنطقة بطولة القاهرة فريق 17 سنة للكرة الطائرة للنشي برحب طبعا بالنجمين من نجوم الفريق برحب في البداية مصطفى ايمن فؤاد عبد السلام ازايك يا مصطفى الحمد لله ازاي حالتك بمور ومبروك على البطولتين الله يبركيك من رحب طبعا بفراس حاتم لعب الفريق وليبرو الفريق اهلا بيك يا فراس ازاي حضرتك مبروك ومناورنا في الستوديو لعب عليك حضرتك طيب مصطفى اكلمني يعني الاول كابتولة المنطقة بتبقى دايما المنطقة وبعد كده بنتأهل منها للجمهورية اكلمني عن المنطقة مين اللي كانوا ينفسون يعني احسن الفرق اللي كانت معانا في فرق القاهرة وزاي كسبنا احنا دايما المنطقة بتكون بطولة صعبة عشان ما نكون لسه مخلصين فترة اعداد صحيح ودايما بتكون في اول موسى ما نكونش جهزين يعني توتلي صحيح فكان عندنا فرق كتير صعبة كان عندنا ديجلة وطيران وبيترجيت وكان فيه فرق كتير دايما بتبقى عندنا مشكلة معاها بس الحمد لله السنة دي كنا جهزين كويس وعرفنا نتصرف وعرفنا نجهز نفسنا في أسرع وقت عشان يبقى جهزين للماتشات كلها طيب بطولة القهيرة فاكر النهائيات كتير خليها اتكلم في النهائيات كان كان فرقة مشاركة لعبتم مين كسبتم مين ماتش النهائي كان قدام الطيران كسبنا تات صفر الحمد لله كان الطيران هو اقوى فرقة لا عشان ممكن يبقى اخر ماتش ايو بس مش اقوى الفرقة يعني هو خده تاني وراكه اه اخده تاني وراكه عشان كده بساعات بيبقى اخر ماتش مش هو الفاينال تبقى دورة الجماعة فانت بتلعب اخر ماتش بقى بتفوز بيها بتاخد الجدورة مجمعة طيب مين الخاد التالت في بطولة المنطقة مش فاكر والله بس ايما الشمس مثلا الشمس الشمس كان هو التالت معاكو في بطولة المنطقة وكان ماتشاته اخت صعبة جدا معانا في القهيرة كان ماتشات حسمة طيب انت بتلعب سنتر بلوك صح؟ اه بابا ما كانش بلعب سنتر بلوك كان بلعب اربعات كان بلعب اربعية طب لين انت لعبت سنتر بلوك مش عارف والله سنة اول بدأت الفولي هو كان معايا مدرب وهو اللي نحن نلعب بينه وبتالي كان المركز كان ناقص فكان محتاج نعب تقدر تلعب في مركز ثاني او انت سنتر بلوك هو مركزك المفضل كان لسه اول سنة النهاردة او الزياء والسنة سنة دي كان لانا اجرى بلعب في مركز ثاني لعبت في مركز كام بقى اتنينات بس اتمرنت بس ما لعبتش طب انت الاتنينات احسن لك بتحب تلعب اتنيات اكتر او تلعب في سنتر بلوك ايه اللي قريب لقلبك انا متعود على سنتر بلوك لسه ما بيتش كويس في الاتنينات زيما انا كويس سنتر بلوك لا ان شاء الله تلعب في اي حاجة انت اكيد موهوب الجينات يعني الجينات البوليبول عندك فماش اعلانين عليك طف راس اجيلك انت الليبرو الفريق وانت والله اكبر طويل يعني ما انتاش وصير برضو انا دايما الليبروهات بشوفها بتبقى وصيرا دايما يعني طيب كلمني عن بتوط الجمهورية بقى ازاي خدناها ومن اللي كانوا بينفسون ان الجمهورية بقى بيضم علينا احنا بيضم منطقة القاهرة بيضم علينا بقى الزمالك من الجيزة جاي لنا ومنطقة اسكندرية طبعا سموحة وسبورتينج وفرق منسك كلمنا عن ابرز الفرق اللي ايه اللي لعبناها واهمها واصعبهم بطولة الجمهورية كانت مشكلتها ان احنا كنا خلصنا بطولة القاهرة وكنا مخلصينها بشكل كويس جدا فكانت الفرق خلاص عملت لنا حساب فرق عندها كذا عندها كذا فالسكاوتين كان عالي علينا اللي احنا خلاص الفرق دي عندها وعندها 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 فبقوا خلاص بقيت الفرق كلها مركزة معاك طيب الفاينالز في الجمهورية كانت مع مين؟ يعني مين اللي كان معنا في الجمهورية؟ كان متش الشمس، كان متش فايسل يعني في كله طيب ايزاي الشمس وهي أخدت تالت معنا؟ في الجمهورية اختلفت خالص؟ اختلفت وكمان العناصر بتاعتها تجددت فعندها ناس ثانية فعندها فرقة فعلا كانت هيا دي أصعب متش احنا ممكننا بقلعب نها طيب الزامالك عاملنا مع ايه؟ لا الزامالك يعني لا تأهلش الفاينال؟ هذا الجيل عندهم موحش وليس كويس. هل الشامس الطيران عملت ايه؟ الطيران برضو كسبناها 3-0 وكسبناها بشكل كويس جدا. لأنه كان ماتش فرقة كويسة بس يعني احنا كنا احسن بكتير اوه في الملعب وكنا فرقين عنه. طيب من تاني فرقة اسكندرية يعني اسموحك تتعامل ايه سبورتيك تتعامل ايه؟ ديلفي كان ماتش كويس قوي كنا بلاها في ديلفي كمان فكان ماتش في جمهور اسكندرية كلها وكان فيها يناس كتير. كان ماتش فاصل كمان على البطولة يعني اوه كم مرضو ممكن يحدد مركز كان ممكن يخليناها بدلا ما ناخد اول ناخد مركز تاني لو ممكن ناخد مركز تاني لازم نكسب عشان ناخد اول عشان نلعب على مركز اول اصلا. ماتش كان مهم. اه جدا. طيب انت فكر ماتش ده فكره كويسة اه اه ده ماتش كان هما ايه كانوا الصالة اصلا صالة ديلفي صغيرة. فكنا احنا في استرس ان كلها جمهور بتاعهم وكمان كنا كله بيركز بقى ان احنا خلاص الماتش ده تكسبه تطلع مرحلة ماتش الشمس خلاص انت بيت اول جمهورها. طيب الماتش ديلفي خلاص كام فكر؟ اه خلاص صارت سفر. كان الماتش جمي جامد قوي على الفرق بسكندرية تانية كتشد معنا كده اسموحها سبورتينج ولا هي ديلفي. يعني كان ماتش اسموحها كان كويس بس ما كانش برده. كانش جامد. اه ممكن تبقى ديلفي. انما هي ديلفي اللي كان الماتش قوي وكان اهو ده اسعب ماتش. طيب يعني انتو الفرق 2006-2007 يعني انتو الزهارين في. كان اغلب الفريق ستة ولا سبعة؟ يعني اغلبيته كان ستة بس عناصر سبعة كانت اللي بتكمله. يعني مثلا كان يبقى فيه ثلاثة كده وثلاثة كده. والثلاثة بتوع 2007 اللي بيكمله الكبار. والكبار بقى كانوا شايلين الفرقة بس الصغيرين كانوا على قد. مين بقى 2007 اللي بيلعب؟ قول لي انت ومعي طبعا المصطفى مين تاني غيركم؟ واه احمد حسام البصير. البصير. احمد حسام ده 2007. اه. ومين تاني؟ وزاد حجاج الاربعات. حجاج. اه. ومين تاني؟ 2007 فاكرين؟ معاكم في الفرق. معانا علي مهران. اه. سين بيرلو. وحسين ياسر. ويوسف شريف. كده احنا بتكمله في سبعة. اللي برو التاني. اه. انتو الاثنين اللي بروهين 2007؟ اه. طب ده كويس جد. ده حاجة كويسة. اه. يعني كويس. يعني انتو. بس 2006 كده بعندهم مشكلة. بس لما 2006 هيضموا على 2005. هتلاقي 2005 عندهم اللي بروهات. اه. طيب انتو سبعة. 2007 القيمة كاملة اي تقريبا. قيمة كلها. 14. يعني نصها 2007 ونصها 2006. بزا. صح كده؟ بس على فكرة. انتو ما تسلين نسبة كبيرة من القيمة. يعني 2007 لما ياخدوا سبعة اماكن. مع الجيل اكبر منهم. ده دليل ان 2007 جامدين. الحمد لله. صح مش ده الكلام ده. يعني الكلام ده برضو بيبقى. يعني انت بتفهم من. بس هو مش كل ماتش بيبقى نفس القيمة ال14. ان قيمة الفرقة كاملة. يعني مجرد انت حجزت مكان جوه القيمة. يعني في 2007 هتلاقي فيه اتنين تطلب ما بيلعبوش. تماما انا فاهم ده. بس ان انت تاخد سبعة اماكن. من ال14 ده دليل ان 2007 فرقة كويسة. يعني في الطبيعي بيبقى. عشرة مثلا. 2006 واربعة بس 2007. ما تتقسموش معهم. بس ده دليل ان نجيلكو كويس. انتو مركوش منتخب لغا دي وقتنا مستخب. احنا منتخبنا لسه هيبدأ. هتبقى اول مرة نخش المنتخب. هتبقى اول مرة يتحدد ده. هتبقى اول مرة يتحدد ده. اه لا معرفش لسه. بس هو لسه اما قاله بس انا لسه معرفتش. بس هو عندنا ان شاء الله يعني التجميع وكده في شهر ستة. وبطولة ايام في شهر ثمانية. دي افريقيا بقى. افريقيا بقى. وبقى كده عندكم كاس عالم هيكون في السنة اللي وراها 25. افريقيا تبقى فين؟ لسه مالوش برد لسه اصلا متحددش اي حاجة. استحدد المعاد تقريبا. طب انت تتوقع مصطفى وانت فراس. يعني ممكن لبقى عندنا كام لعيب من 2007 في المنتخب. السبعة بتوعنا كلهم؟ انا 2007 عندنا متوقعين طريبا كلهم يخشوا يعني. اه يعني ان كله حتى اللي ممكن ما يكملش لحد الاخر خالص. بس مينموم ثلاثة اربعة هيبقوا موجين وستين مكانهم. اه. انتو بتقولوا ثلاثة اربعة انا ممكن اقول اكتر. ليه بقى؟ لان الله عبر انتو انتو بتعموا عالفين وستين. فانهاردة لما تعملوكم منتخب. طب انتو انتو عملتوا ايه لما لعبتوا انتو سبعة تمانية. الفين وسبعة الفين وثمانية وثمانية. كان برضو كان كل جيل كويس. خدت كمورية؟ ايوه. كان مخسرناش هو شهور حق. لانه زمالك وبترجات كت فرق قوية جدا. لما انتو كنتو كبار في السنة اللي فات. كان عندنا مرتبت. كان فرق قوية كان كله متوقع ان المرتبطي بقى صعب. كان معنا زمالك وبترجات. كله تاتة صف. كله تاتة صف. كله تاتة صف. كان ساعتها سموحة. اول السكندرية. والشاريات الدخان اول جيزة. والزمالك كانت تالت جيزة. كله تاتة صف. كله بياخد تاتة صف. شفت انا بقولك ايه وجهة نظر. انا بفهم برضو ان هو يعني الواحد برضو جوه المجال وعال. كانت اول سنة مرتبط. عايز تعرف قوة الجيل. شوفوا مع لازر منه. مش مع لكبر منه. فالنهارده انتو اخدين سبع اماكن مع 2006. لأ انتو لما يبقى منتخب مصر 2007-2008. لأ اتوقع ان هيبقى سبع العيبة من عندكم. ان شاء الله. وده التارجت بتاعنا كله. ان شاء الله يبقى ثابت مكانه. كلنا بنشتغل نوصل الى المتخبين مع بعض. كلنا بنشتغل. مفيش حد مستوى. مفيش حد مستوى. وها بتكسب كل ده. لأ هتبقى مواضيع تانية. طب قل لي كده مصطفى انت. مين مسك الاعلى في السنتر بلوك. عبد حليم عبر طبعا. أستاذ. طيب. وانت يا فراس مين مسك الاعلى في الليبرو. في واحد جواه مصر وواحد برا. قل لي. في مصر لمحمد رمضان طبعا. عندها شال الاهل كتير قوي. طبعا طبعا. وبره الليبرو ايطاليا جينيا. لا لا لا. طبعا. انت جيت بقى بص انت جيتها على اللي بيخلص. طيب. شايف ان ممكن في يوم من الايام نلاقي لبرو. من عندنا من مصر. يعني بيلعب برا. ان شاء الله. انا هو. ان شاء الله برافو عليك. عجبني صح. عجبني لا برافو عليك. صح. ليه لا. احلم وانت قد حلمك. ان شاء الله بإذن الله. عجبني ردك. طب وانت برضو مصطفى. يعني عندك طموحات انت تلعب برا. جدا. يعني دائما حتى لما بكلم مع بابايا ان انا خلص دراستي وكده. وعلى اقل حتى لو اكمل دراستي برا عشان اعرف اكمل طريقي بسهولة. او ان انا على اقل قدم بقى برا في اي فرقة. وحاول ان اطلع برا. برافو عليك. يعني انا اصدى اقولك لو الدرجة الاولى انت. يعني عندنا مثلا الله قبل يوسف الصافي. طلع فرنسا. لقى فرنسا. والسنة دي برضو طريبا راجع فرنسا تاني صح. او راجع فرنسا تاني. يعني اصدى اقولك ان هو عندنا لعيبة لعبة في دورهات كبيرة. وطبعا حمد الصافي بابا. يعني عندنا لعيبة كتير جدا. طب انت بتلعب في البيتشي فوليبول صح؟ اوه. اللي هي الفوليبول الشاطئية. اوه. بتلعب سنك جيلك منتخبك ولا بتلعب منتخب اكبر ولا ايه. ما هو معمول مش بقى مش زاد تاني. هو ده التاني معمول ستة سبعة. مش خمسة مش سبعة تمانية. مش عكسك. اه. يعني النهاردة انت بتلعب تحت ستاشر. صح؟ ولا تحت تمنتاشر. مسمى تمنتاشر. اه تمنتاشر. مسمى تمنتاشر. طب انتو الفريق بيبقى ثلاث لعيبة بين صح؟ وعلى حسب يعني مثلا ممكن بطولة ياخدو اربع لعيبة. بطولة يبقى اثنين لعيبة. وما اثنين في الملعب. اثنين في الملعب. ما هو ممكن تسافر فرقة او فرقتين. على حسب ده يعني رؤية الجزر فن. رؤية الاتحاد يمكن يكون بيرشد نفقات. بالزبط. طب انتو عندوك ايه ايه اقرب بطولة ليكو في البيتش. حسنا. يعني تقريبا في واحدة يوم ستاشر ستة. دي اقرب حاجة. فيين. بطولة ايه. اه افريقيا. فيين بقى في المغرب. اه. ستاشر ستة. اه. ده خلاص ده انت. 3 تسابيع تقريبا. ده انت. ان شاء الله يعني ده انت الدنيا اقرب بس خلي بالك انت لبرو. مش هتبقى استقبال بس يا حبيبي انت هتطلع عالشبكة وتدرب بكله صح. اه. هتبتلعب كله. كان اربعات قبل ما يقبى ليبرو. حتى في الموسم ده كمان. كم جد. اه. وكان لعيب كويس يعني. فاربعات هو مش ليبرو من كده يعني. انا ليبرو عشان انا لما انا لعبت جات سنة. اول لما بقت لقى انا ستة ملعب وكان خلاص سنة مؤثرة. كان فيه ليبرو وتصاب وكده. فمين احسن كان احسن واحد مرشح للمكان. كان انا. فلما قلبت بصراحة مركز عجبني. فكنت كل مقلب اربعات. ابا كويس وقدي كويس. ومو كانوش عايزين يرجعوني ليبرو تاني. بس كابت محمد طبعا كان هو عنده بقى رؤية في الحتة دي. انه هو يرجعني ليبرو ويستفاد مني اكتر في المكان ده. بقولك ايه انت بتقولي حاجة. اولا عبدالله عبدالسلام كان ضريب. وبعد كده قلب بقى صنع العيب. افهم افهم ده. اللي انت بورده لسه على الشبكة. انما النهاردة من اربعاية. اربعاية ده ضريب. لليبرو. لا انت لو لعبت اللي اتنين هتبقى حكاية. ما بالزبط هو النقطة ان هو ان انا كنت الحمدلله كنت ضريب كويس وضربت قيل. بس انا كان الفرقة كانت محتاجاني في مكان تاني. تمام بربع عليك بربع عليك. وانا المكان التاني ده اصلا انا. وابدعت فيه. بالزبط. وابدعت فيه. فانا مكان التاني اصلا انا بحبه وبعرف يعني بعرف عدي فيه. وابدعت فيه. وابدعت فيه. وابدعت فيه. شفت بالك انا خدت بالي. لما هو جيه دخلت الستوديو علي. انا قلتلك انت ايه طويل. انا استغربت حتى ان انت ليبرو. هنا بقى فسرلي ديه. هو اربعاية اصلا. فانت اربعاية وعايز اقولك على حاجة. انت عبقى لو سبتت اربعاية. مشكلة الاربعات كلهم الاستئبابة. بس انا في راحة يعني كاليبرو. انا حاس ان انا ممكن يبقى. شان هو مفيش. مفيش في سني اللي هو. زي مسلا ممكن يبقى فيه في جيل اكبر. عندك لحيب اللي هو. ده التوب. توب ون. مفيش التوب ون ده. انا ممكن بقى ان شاء الله مع التمرين ومع المدرب يليهبوا معايا. وكابتن محمد كان برضو كان مهتم بالحتة ديت قوي. انه يغليني مش اللي هو مجرد. واحد بلعب سنة وحقل المركز. ايزك تكمل. شايف تجيب وصفات تكمل. خلي بالك يا فراس العب اللي انت عايزه. يعني انت شايف نفسك لبرو كويس يا ابني. العب في اللبرو. يعني الناس دائما بتحب تدريب خلي بالك. او الناس تحب تدرب. زي اللاعيب الاسترايكر في الكورة. انت بتحب يجيب جوان. انما النهاردة انت بتحب اللبرو. العب لبرو. ان شاء الله. وهتبدأ فيها. ان شاء الله بإذنك يا رب. ويجي اليوم ممكن يبقى في الدرجة الاولى. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ممكن يحصل كده ليه لا. ممكن يحصل كده بالزبط. ان شاء الله ربنا يكرمك. طب انت برضو مصطفى انت محطوط في نفس الموقف. انت تلتاية. وبيستعينوا باك في اتنينيات. فالنهاردة انت برضو محطوط في نهاية. او داخل على المرحلة على الفيزة دي. فشايف ان انت ممكن في اللحظة يجي مدار يقول لك. لا انا عايزك اتنيني بس. مش عادك سنتر بلوك. والكابتن ساعت هايقدر يقولو. هتنفزه يعني. هتنفز يعني. مش هتقص في العيبة ما تحب يشتيب مركزها. لا ما هو. حسب يحتاج الفرق. او انا مش هقوله لأ. والفرقة تكون محتاجة مركز اتنين. فالفرقة تقصر. عشان انا مش هينفع. طيب. قول لي انت بابا ايمن فؤاد عبدالسلام. انتوا ايلا كده ما شاء الله كابتن فؤاد عبدالسلام. وبابا ايمن فؤاد عبدالسلام طبعا نجمل اهل السابق. وانت. ايه النصائح اللي بتاخدها من باباك وتاخدها من جدك. ايه اللي دايما يقبلوك يقولك. اعمل كذا. ايه النصائح. انك دايما متنمعش في كل حاجة يعني دايما تبع عندك صبر. حتى يعني مش كل حاجة فوز وفوز. وتكون مثلا دايما متقلق عادي موتش يكون وحش. عادي موسم يكون وحش. وانت تبقى مركز في طريقك. وانت ما تشطتش باي حاجة وانت ما تفكتش الامل يعني. حتى لو خسرت حاجات. ممكن لازم دايما بيقولي لازم تفوت حاجات كتير قوي عشان انت عرف تكمل في الرياضة. يعني الرياضة ان هي حياة تانية غير حياة بنيادة من طبيعي. انت عمرك ما تبقى بنيادة من طبيعي بخروجات. زي الناس انت بتقابلها زي في صحابك وزي كده. طول ما انت تتلع في الاهلي بالذات. مش في الرياضة عموما. لازم استغني عن حاجات كتير. سدق انا سايبك ما قطعتكش. لان الكلام ده فعلا مليون في المئة صح. والحقيقة انا نفسي يعني تعملي ريفريش للنصايح والكلام اللي بيقوله. فعلا انت النهاردة ما تشتتش دماغك بحاجة. ومهما شفت خلينا نتكلم بأمانة. من ظلم من مدربين من عدم توفيق من خسارة. لازم تؤفركم ده ولازم تشتغل على نفسك اكتر. طيب خلينا اتكلم قبل طبعا ما اختب معاك. نحن طبعا عندنا فقرتين كمان لسه. امالك وتموحاتك. انا عاية اسمع من كل العيب وكل العيب صغير بيجيلي. بدي له السؤال ده. واسيبه يحلم. ايه اللي هو نفسه؟ ابتدي بيك يا مصطفى. انا طبعا انا اوصل للدرجة الاولى في النادي الاهلي ده اهم حاجة عندي. وأن أنا على الأقل أطلع بره مصر كم سنة أخذ خبرات من بره وكده كده يعني الأهلي هو أن أنا أرجع فيه هو البيت الأساسي أن أنا ألعب فيه وأن أنا ألعب في منتخاب مصر طبعا ونفسي ألعب في كاس العالم يعني إن شاء الله تحق حلمك بإذن الله فراس قولي عزا كده يعني تحلم وتقولي حلمك وممنيتك يمكن في يوم الأيام نفكرك بيه على شاشة قناة الناجي الأهلي نعم يعني إن شاء الله أن يبقى ألعاب درجة أولى في الناجي الأهلي عشان ده شرف الأيام لعيب فولي أصلا إن شاء الله يحسن يعني وأن أحترف طبعا بره عشان اللي اختلط مع العيبة بره بتبقى العيبة يعني زاد خبرة ياخد منها خبرة كبيرة قوي أرجع هنا برضه ولما أرجع ما أرجعش على الأيام نادي الأهلي وأرجع عليه برضه ونكمل فيه وأن أبقى العيب منتخب مصر دي حاجة أسي يعني إن شاء الله إن شاء الله وربنا يعني يكتب لك كل الخير بس أديكم نصيحة برضه كده صغير على الهوى ما تنسوش المذاكرة مهم جدا جدا تخلي بالك وأو الله مهم جدا الناحية الأكاديمية دي شهادة تتسلح بيها في المستقبل محدش عارف بكرا فيه أنا بشكركم نورتين يا فراس طبعا فراس حاتم لبرو الفريق أقولك ألف منهم مبروك وسعيتك بي جدا نهار دا مصطفى أيمن فؤاد عبدالسلام بشكرك نورتين يا شهراتين يا حبيبي وإن شاء الله نسمع عنك كل فيه عزيزي المشاهدين نطلع لفاصل ومكملين حوارنا النهاردة مع فريق 17 سنة ولقاءنا معاهم لأن الحقيقة الأولاد دول زي ما أنتوا شايفين لسه في بداية طريقهم بنحلم معاهم بنفكر معاهم نكملين معاكم وإنتوا كمان ولكن بعد الفاصل نعب الفريق أربعية الفريق أحد الأربعة الأساسية طبعا عشان محدش يزعل يعني هو كريم طنطوي أهلا بيك كريم أهلا مع عددك نورنا وألفهم نور عددك كريم خلينا نبتدي معاك أكيد بطولة الجمهورية ما كانتش سهلة أكيد اتمرنتوا كثير كلمني عن الإعداد الإعداد بتاع المنطقة الأول لأن هذا اللي بيأخذ الصيف بقى بتلتة شكور بتاع الصيف والإعداد بتاع الجمهورية كنتم تتمرنوا إزاي بتعملوا إيه مع مزاكريكو مدارسكو كلمني عن الاستعدادات للبطولتين هو عمدتا الإعداد كان صعب جدا يعني إحنا كنا نتمرن طبعا أجازات الصيف كلها كنا نقضيها تمرين نتمرن كذا جرعة تمرينية كنا مثلاً 6 ساعة تمرين في اليوم غير الجم غير الفيتنس غير كل حاجة قال لي كده بس في الصيف يعني تتمرنوا الصبح إيه كان الكابتن مثلاً جبنا كل يوم من 10 صبح لحد مثلاً الساعة واحدة فولي بس فولي ده غير التمرين الجم طيب خلصتوا الصبح بيتفدلوا في النادي ولا تروحوا لا بنفضل في النادي بنفضل في النادي بعد كده لو نأكل بعد كده الجم بنفضل كانت صعبة جداً طبعاً علينا. هي تقريباً هي دي الفرقة معنا. شهور كمان مش أسابيع. يعني هي دي الفترة اللي فرقت معنا الحمد لله خلتنا نكسب البطولتين دي. كريم بتزعل من الحياة دي يا كريم. يعني انت لما بتعوك كده وما فيش ساحل وما فيش خروج مع أصحابي ما فيش عاشة برا. برجع البيت مهدودة نام. الأيام بتبقى كلها يعني ورا بعض شكل بعض. الحياة دي مش بزعلك. طبعاً لو واحد هيختار أنه هو طبعاً يبقى عايز إنسان رياضي وبيلعب في نادي كبير طبعاً زي نادي الأهلي. لازم يبقى هو عارف أنه هو هيضحي بحاجات كتيرة جداً. والحاجات دي منها طبعاً حياته هيخرجه مع صحابه صفر وكل ده. لازم طبعاً يضحي بكل الحاجات دي في مقابل أنه هو يلعب في نادي كبير زي نادي الأهلي. فهو يبقى عارف ده. ده طبعاً حاجة مش سهلة طبعاً على الواحد يعني هو بيعوز يعيش حياته. بس كل ده بيكون الصراحة لما بتكسب بطولة ترفع كاس بيفرق مع الواحد يعني. طب بتضحي بالحاجات دي وانت مبسوط ولا بتضحي بيها وانت زعلان. الفرقة كلها بتضحي بيها وهاي مبسوطة. عشان إحنا بنكون بنتعب عشان عايزين نوصل لهدف واحد إنها هنكسب كل بطولة نلعب فيها. صحيح. واللي انت بتقوله ده بص انا سرحان في كلامك يعني هو ده اللي الواحد بتعلمه في النادي الاهلي الصراحة. مضبوط. يعني النادي الاهلي تتعلم فيه ان انت تيشرت ثمن وغالي. وهياخد كتير منك ولكن انت بتضحي بالكلام ده وانت ببسوط وفرحان. طب اجيلك يا واحد. انت طبعاً لعدك كان صعب. البصير هو مخ الفرقة. طبعاً. وهو اللي بيختار الجمل. وهو اللي بيلعب ده وينطط ده ويطلع ده ويفوت ده. اللي بينك ومن المدرب. ايه اللي بيحصل بينك ومن كابتن محمد يعني. طبعاً يعني هو الحوار كان صعب قوي. بس طبعاً كابتن محمد كان بيحاول يقول لي اعمل ايه واسوي ايه. كان بيقول لي مثلاً اخي عشر نقطة مثلاً او اخي خمس نقطة. بيقول لي ارفع لده. اعمل كده. عشان لسه صغير برضو. نعم طبعاً لازم تاخد منه. كان بيلهيلك الخط بتجيله واحد. اه اه اه. يعني كنت بيقول لي مثلاً رفع اربعة. رفع اثنين. اه 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 اشوف ان الجلوكات كويسة. اه جده. طب يعني انت البصير وهو بيرفع لازم بيرمي ترفعينه وبيشوف الملعب ناحة تاني شكله ايه. اه. يعني انت مش بترفع يعني على عماك زي ما بيقوله. يعني مش بترفع الاربعاية. ماه ممكن يكون الاربعاية ده دخل في حضب البلوك. وممكن ترفع للتلاتية يبه هو كلير. الكلام ده محتاج ايه؟ هل محتاج تدريب منتل ولا محتاج ان انت تتفرج عن نفسك كتير ولا محتاج ايه? ايه? ازاي؟ تقدر توصل لمرحلة ان انت شايف الملعب وفي نفس الوقت شايف في الريد. ملعب نحتاجين. احتاج بفرج عن مطشاط وتفرج بقى على البلوكات وشكاوتين كتير. اعرف الفرقة ده مثلا بلوكة مثلا ده وحش. هو بلوكة ده حل. فعلى يعني يعني فهم على الاساس ده؟ قايفة. معاكم حد بيحللكوا البيانات زي في الفرقة ولا مفيش؟ كانت هو كابت محمد حسين هو يعني كل حاجة. الواضح ان هو كابت محمد موضفنا الفقرة الجاية يعرف منه كل حاجة. يعني هو اللي بيحلل هو اللي بيديكو يقوله لا لعبوا كذا ولعبوا كذا وارفع هنا. طيب. احلى مطش لعبتوا السنة دي يا أبا حميد. احلى مطش. كان مطش بتاع دجلة اللي كسبنا. اللي هو كان في القاهرة لا. ودي دجلة في القاهرة معنا عشان هما في المعادي. ايوة. انت لعبتون في القاهرة ولا في الجمهورية ولا ملعبهم ألا فين؟ لا كان في صارة عين شمس اه كان في ملعب ملعبهم اختاروا صارة جمعت عين شمس ايه صارة دي بيزحلق شوية على فكرة اه قوي بس الحمد لله لعبنا متش حلوة هي حلوة جميلة مكانة كويس يعني بس هي البركيب بتاعها محتاج يعني شوية تسيانة طب لعبته حلو ليه؟ ايه اللي خلاكك ولاتهم؟ يعني التيم وورك كنا كنا عدين كده مع بعض لعيفنا زي نلعب بس كان متش صعبة كان متش صعبة متش صعبة اوه طيب ليه متشاتك الحلوة بتلعب قدام ودي ديجلة؟ انت عارف منهم؟ عارفهم كويس؟ حافظهم كويس؟ ولا هي جات كده؟ ده هي جات كده يعني انا قلت يعني اه هو بلده كان يوم بتاعي والحمد الله قديت كويس طب ايه تاني ايه متشاتك كويسة اللي عملت ده؟ متشاتك كويسة عملت مرده ماتش يعني ديلفي اللي هناك عملت في ايه؟ ديلفي اللي هناك اه لعبت كويس اول نعبت كويسة وكان في ماتش الشمس ببعضه عملت ماتش حلو ماتش الشمس ده كان من اصعب ماتشاتي اللي احنا بالبناء ده الفينال الجمهورية؟ لا اه كان قبل الفينال قبل الفينال عملت كويس قمنا كويس اوه اه كسبنا 3-0 ولا كان ماتش شمس؟ كان 3-0 طب وماتش الطيران هنا في قائرة عملت في ايه؟ ماتش الطيران لا مكنتش اوي الساعة مكنتش اوي وانت مش مطلب يتلعب كل ماتشات كويس طيب انت 2007 صح؟ في بصرات في مصر يعني في الفرق التانية من نفس السنك 2007 بيلعبه؟ اه فيه؟ فيه واحد تطيران 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 2007 وبصره وشاير بيلعب اه شاير ومين تاني؟ فيه واحد في اليوبست اعتقد هما دول اللي يجوا في المنتخب يعني شبت السؤال هو فهم السؤال ايه بقى؟ اه الله ينور عليك يعني هو منتخب هيكون ان شاء الله احنا الثلاثة انت فهمت سؤال ايه؟ انا بسأل كده ليه؟ اما اتنين بصرين بيكونوا في فرقك ان شاء الله واحد منهم وان شاء الله ده منافسة بس انا اتمنىك واحد منهم طب كريم خلينا جيلك انت كنت تلعب باثنين ايا وبعد كده قلبت الربعة يا ليه؟ ليه كابتال محمد اه كابتال محمد اللي قالبك الـ اه كابتال محمد قلب دي للـ كابتال محمد عمل ايه؟ أه لسه بس ما يجيه للفاقرة اللي جايك ده عمل بص الأخباطة أو زبط الفرقة آه زبط الفرقة وغير في مراكز كتير في سن صعبة برضو انت تغير طب ليه ألبك من اتنينية خلاك أربعين هو الكابتن أول حاجة لما كان بيقلب أي حد من مركز غير مركزه عشان هو شايف ان ده الأصلح للفرقة احنا دايماً أي حد مش بيبصش لمصلحة نفسه لازم يبص لمصلحة الفريق كله فهو الكابتن ألبني كان أصلاً عشان لقاني لقى لمصلحة الفرقة كلها لازم حاول المركز أبا في المركز أربعة هل أنت ضريب كويس؟ آه الحمد لله آه رستي إيدك بتفتحكي في كويس كتفك آه حمد لله هو شفك دي طب أحلى موتش لعبته ايه أحلى موتش في كذا موتش الحمد لله لعبته كويس قولي موتش ديلفي ديلفي اللي كان في سكندريا وكان ملعبه في الشمس آه في ودي ديجلا كانت كمورية الشمس تأجبون يا بل آه تمام الحمد لله يعني في كذا موتش الحمد لله قدرت إن أنا ساعد الفرقة وإن إحنا نكسب يعني الحمد لله طب إنت عارف إن الأربعات بيبقى مشكلتهم الاستقبال آه دي موجودة في مصر صحيح كده ومصر وحتى المحترفين اللي كنا بيجيهم أربعات لازمهم كالساعات بيبقوش أدي كده على الاستقبال فتلاقي الإرسال رايح عليه هو عشان يخرجوه أو يحاول يغلطوه شايف الاستقبال إيه أخباره إيه معي أنا طبعاً كنت قلب من إثنينات إثنينات ده مركز مش بيستقبل خالص فطبعاً الكابتن يعني قعد معي كتير جداً في موضوع الاستقبال داي من أول سيزن كان بيشتغل معي حتى على جنب دايماً في التمرين بيحاول ديني جرعة كبيرة طبعاً عشان قلب المركز صعب عشان الاستقبال فالحمد لله أنا من أول سيزن طبعاً كنت الاستقبال مش قدي كده بس مع الكابتن الحمد لله اشتغل معي الحمد لله التطور كويس قوي ويعني كويس الحمد لله يعني هو اشتغل معي كتير وهو ده نتيجة الاشتغل بس مهمة صعبة برضو خلي ماذا لأ طبعاً صعب عليك اه يعني مركز 7.4 برضو صعب طبعاً لا أنت تلعب ما شاء الله أكبر فقية حتى بس أنا أتكلم أن أنت النقلة دي أن أنت بعد كده بقى تبتدي تستقبل وتبتدي تدرب فالنهار ده أنت محتاج تتمرن وتحصل في وقت قليل يعني الحمد لله يعني بالبطولتين دول الحمد لله نحن نجحنا يعني وبأداءك كمان حاس أنت نجحت فيها الحمد لله طيب إرسالتك عملاً إيه لا أقل إرسالتي من الناس اللي في فرقة يعني إرسالت مؤثرة تحب أن أرسال موجه أو الفلوتر آآ إرسال الستبايك سبايك سبايك صعب أه تلعبه كويس الحمد لله وتعرف توجيهه مصبوط أو أنا السبح بقوة أو فالستبايك لازم يبقى أنت تبقى أنت عندك يعني طيب مين مسك الأعلى مين آآ حسيني وعزب حسيني طيب ليه حسيني؟ عشان حسيني أنا شايفه أنه هو العيب متكامل جداً يعني من أكتر العيبة في مصر المتكاملة في كل حاجة فده عشان كده رديم ميزام خليه بحيطاني خالص يعني لأي حد وكمان حسيني اتطور قوي السنادي آآ اتطور جداً هو عزب الاثنين اتطوره التطور مرعب والحقيقة الفضل لله سبحانه وتعالى ثم كمان كابتن مينو السنة اللي فاتت والسنة دي فناندو عمالشغل صح صح دي حقيق خلي بالك هما مش طوال قوي آآ فيه أطول منهم بس هما متكاملين أكتر عن باقي الأربعات الموجودين في المصير كلها ايوه ايوه يعني مثلاً صلاح آآ أطول منهم آآ هما مش طوال قوي ولكن محستش اللحظة ان هما قصارين على الشبكة وملوكاتهم محترمة جداً جداً هما بيحاولوا يشتغلوا دايماً على نفسهم عشان دايماً لو حد اي حد قصير لازم يشتغل على نفسه الفولي عشان يعوض ده بجنب فتنس كل حاجة عشان يعوض دايماً النقص ده بيشتغل على نفسه أكتر تفشانة كاماً الثالث سنوي إن شاء الله ربنا معك عشت خش ايه هندسة آآ فنية عسكرية إن شاء الله إن شاء الله مع هندسة برضا هو الكلام بيبان إيه انت عشت خش ايه يا أبو حبيد إيه هندسة إن شاء الله هندسة اوه أنا حسيت أنا ما سألتش يعني أنا بسأل بحس الفكر المنظم ده وأمانة وضيفين اللي كانوا معي قبل كده مصطفى وفراس اللي اتنين بصراحة يعني الله أكبر عليهم طب أحمد يعني أنت إيه اللي سنة دي الكابتن طلبوا منك حاجات مننا يعوالاً البصير برضو بيستقبل وفي أوقات آه سعيد بممكن تحتاجوا تستقبل بلوكات على الشبكة فالنهار ده لازم ما يحسش الفرقة إن في نقطة ضعف لو جيت على الشبكة ايه طبعاً كلمني عن نقطتين دول الاستقبال والبلوكة على الشبكة بتمرنا عليهم إزاي؟ البلوكة على الشبكة بحاول عليه جنباتي شوية جنباتي ما كانتش كويس أول سنة اللي فاتت بحاولت تطورها وطبعاً كابتن محمد حاول برضو بيشتغل معي برابر طيب وهو البلوكة جنب بس ولا كمان طايمينج يعني محتاج أنت تطلع طبعاً بلوكة جنب وطايمينج بس يعني عليها يعني جنب اشتغلت عليه كويس كابتن محمد اشتغل معك إزاي قولي قولي يعني كان بيجيب مثلا بوكسات وتمينات في قطر إعداد دمناقل مثلا من الساعة مثلا عشر حد لحد ضغير بعض لحد ضغير بعض ضغير بعض بس كنت دمتشتغل بقى على كل حاجة بولي وجيم وجنباتي كل حاجة طب سيرفاتك بقى باشا ايه أنا ولعب فلوتر لا بس بس المؤسرة فلوتر بموجه بتوديه دائما اه بخلي بالك برضو يعني الفلوتر ده أنا في رأيي يعني الكنج في الفلوتر ده التلاتات بتاع الدرجة الأولى يعني عندك عبو الفلوتر بتاعه نزبوطة يعني جاحد زي ما بيقوله يعني في لغة الكرة يعني أو لغة الرياضة عندك مين تاني عندنا في التلاتات سعودي برضو سيرفو طبعا بيس سعودي في التلاتات الفلوتر يعني طيب مين ما نسك لها لا أحمد طبعا كابتن عبدالله نفسي بقى زيه طبعا طب ليه 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 عبدالله يعني مثلو ليه عبدالله دايما الناس نفسك بقى زيه عبدالله عبدالسلام عشان فكرة رهيب يعني هو بقى فكرة بصير أدنى مهنه حلوة ودماغه حلوة تماغه ومشاء الله عليها صبح هو ما شاء الله عليها يعني هو كان في الأول دريبي انت عارف طبعا اه طبعا عارف بس هو صبر ما شاء الله ايه. طبعا. مين من اللعيبة في الملعب تتمنى تلعب معي? الملعب عندنا ولا? اه عندنا. لا يعني سيبك من فرقيتك. هنالك انا في الدرجة الاولى. الدرجة الاولى. مين تحب تبقى انت بصر لي? طبعا انا احمد صلاح كبت احمد صلاح. احب تبقى بصر معي. مين تاني جاله? اه ممكن اعبه. احبه. اه. سريع بقى ترفع له سريع. اه. صلاح وعيبه بس. اه. انا لو لعبت بقى برضو لابس. اه. اه. بس السنة دي عزب وعصران. اه. وحسيني التلاتة. بصراح عزب وعصران. مصيب رهيب. مصيب رهيب فعلا. انا ممكن تنظري ان عبدالله عبدالله عبدالسلام ووحمد صراح دايما المستهم سابت. انما الفرق معنا السنة دي التلاتات. خلي بالك ده سعودي احسن سنتر بلوك في افريقيا. اه بحري. كان بياخد الوقت زي زي كل. يعني عبه. وسعودي. وعندك محسن. اه. وعندك مين اللي الربعات التلتة. التلتة للربعة. اه. محمد عثمان. اه. عثمان عبدالطيف صح. اه. فالنهارده الاربعة انت بتعرفش مين فيهم احسن رايح. بالرغم ان سعودي واخد مع افريقيا احسن سنتر بلوك. كلهم مستعم قريب من بعض. دي. انه اندو هو كان بي. اه. النهارده برضو نفس الكلام تلات الاربعات البصيرات. النهارده حسامي يوسف واخد احسن بصير في افريقيا. ومعه عبدالله عبدالسلام. اه. فالنهارده الروتيشن ده اه. ده اللي كان بيميز ان هذا الاهل ان هو عنده لعيبة بره وجوه. على مستوى يعني. لعبت منتخبات? لعبت منتخبات? او لسه? اه. كان في انا عندي منتخب بس ربنا وفقنيش في ما كملتش في الاخر. او لأي حاجة بسه جاية الكتيرة. بس اوه ان شاء الله يعني خير في القادم يعني ان شاء الله. ان شاء الله. ما انت عملت يا محمد? انا لسه عندي منتخبات شاشلة. لسه هكذا. كانوا قابل كده. مع مصطفى وفراس. لا بس اعايز اقول لك والا حاجة. ان شاء الله. ان شاء الله لיכم منتخب تاني يتعامل. وبالمسم اللي انت عملتو ده انت رضيت عالكل. ان شاء الله. نهارده في المسم اللي انت عملتو ده. اكيد يعني سبحانه ربنا مش هدايا مجموية. خليني برضو بسألكو دايما كده بسأل ضيوفي يعني في سنكو كده. ايه مسك الاعلان? انت نفسك تامي? لا. مش مسك الاعلان. مين? او ايه طموحاتك? بتحلم بايه? انا عن نفسي طموحاتي اخش كلها لا نرسي فيها. او. او هندسة برضو ايه? هندسة. التزام للحياة العسكرية. اه برضو. طبعا انضباط والتزام المؤسسة العسكرية المصرية حاجة شرف كبير. طبعا شرف لا ايه حدثة. طبعا. 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 فأو انا نفسي طبعا اكام ايه. انا نفسك تتخصص ايه بقى في منال العسكرية. قول لي باش انا انا مهندس بقى وعارف التخصصات اه لا. دل الصراحة اي حاجة فيها اي حاجة فيها. انا ادخلها واخش اي حاجة اي حاجة فيها. اي حاجة فيها. وفيه كهرباء باقسامها الكتير. فيه فيه الكترونيات. فيه. فيه حاجات كتير. ده بس كهرباء متنه. كهرباء. ايه. ايه. كده. كده. كرباء عليك. انت انا خلي فكرة مهندس كهرباء برضو. عشان كده. طيب. على المشتوى الفني يعني نفسك تبقى ايه. يعني على المشتوى. ده الاكاديمي. طبعا. على المشتوى الفني. طبعا. نفسي اوصل درجة الاولى طبعا نادي الاهلي. شرف لا ايه حد طبعا. ده حلمي من حلامي طبعا ايه. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله اتوصل وتحققوا بازن الله. طبعا احمد انت برضو ايه بتحلم بيا. اتخدت وقت هو هو. انا سألته الاول. انت اخدت لك ده تنها عا تتفكر. فعايز بقى اجابة تمام. طبعا نفسي اتصعى طبعا الفيس تيم. اه. كنت شرف لياه طبعا. وعايز اتخذ منتخب مصر. واسفاجوا يا مصر. وان شاء الله كده بحاجة بيا ان شاء الله. ان شاء الله بإذن الله. وان شاء الله تحقق يعني ده مش بعيد ده محتاج يعني مجهود وتعب منك. طبعا اه محتاج مجهود. طيب قولي برضو سؤال سريع برضو لازم اروح للأسرة. يعني بابا وماما. انت ليك اخوات بلعبه طايرة او لا? اه ليه اختي? اختي بتلعب ليبرو في الاهلي. اكبر او لا زغر. اه في الخمسونة السنة. ازغر. اه ازغر. بتلعب ليبرو ها? بتلعب ليبرو بس يا مكساد دنيا ما شاء الله عليها. والله ما شاء الله. اسمها ايه طيب قولي? اسمها جان حسان. جان حسان? او بس على كده. اسمحت عنها جان حسان. ما شاء الله عليها مكساد دنيا. والله. او والله. انت خل منتخب وعمل شغل. انت اخ واخت بس? اخ واخت او. ما شاء الله ربنا يخليكم البحث. طيب مين اللي بيتعب بقى معاك بابا وماما من صغرق ولا مين بقى؟ طبعا بابا بابا ليه ايه فردك بيئة وعلي. بنى خلولك حبيب. بنى خلولك طيب وهو بابا كان بيلعب طايرة? بابا كان بيلعب طايرة بس بطل. بطل هو عنده صباح اكيد. بطل بس هو كان بيلعب بطل لتصغير يعني اوزنا. اه بطل. عشان كده انت روحت بتلعبه طايرة. اه. طب ماما كان بتلعب طايرة? لا لا. لا. انما بابا هو عشان. ماما دكتورة في جامعة ين شامس. ما شاء الله الله هو اكبر. طب بشدي حيلك بقى يعني. ان شاء الله ببني بقى. ان شاء الله باشا كله تنجح في اي حاجة ده جميل جدا. طب انت نفس الكلام يا كريم. اخوات بلعبه. انا عندي اهونا الاخ الوسطاني. فاخواتي الاثنين بيلعبه وفولي بس في الزهور. احنا كلها من العب في الزهور يعني وانا انتقلت للأهلي يعني. اه. ووالدي كان برضو بيلعب فولي في الاهلي برضو. بس بطل بعد كالفولي عشان دخل الجيش. ما شاء الله. ما شاء الله. وبس يعني يعني. احنا العيلة عمتا كلنا كنا يعني في الفولي يعني كلنا. ربنا يخليكم البعض. وربنا يكرمك. ودائما تفرح. وتبقى مصدر سعادة لأهلك كريم تنطاري. بشكرك. نواتين وشرفتيني. بشكرك حبيب. وربنا يوفاك بإذن الله كل ما هو قارب. احمد حسام. بشكرك. بشكرك. نواتين وشرفتيني. واسمك على فكرة اسمه منتشر احمد حسام. ودائما بيبقى نجوم يعني. بإذن الله. ان شاء الله نطلع لفاصل. مكملين. لقاءنا النهاردة مع تاريء. 17 سنة لكرة الطائرة. أبطال المنطقة. والجمهورية. ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. وطبعا انضمنني في الستوديو المدير الفني. صاحب النهاردة الإنجاز الكبير. ولنا كلام كتير مع كابتن محمد حسين الحقيقة. لانه عمل شغل كبير مع الفرقة. ومش بس كده هو. جاي النادي عايز يعمل حقيقة. فطول محمد برحب بيك. والف من لهم مبروك على هذا الإنجاز الكبير. بشكل جميل. مش بس مكسب لأ اهو. وكمان مكسب بشكل جميل. من راحب طبعا بسنتربلوك الفريق. وانيد النجوم والله اكبر. شوفت انتو الكرينوها داخل علي برضو. يعني ما شاء الله يعني رجله جايب الارض حاجة. ما شاء الله طبعا ابراهيم محمد. اتنين متر ثلاثة. مواريد ألفين وستة. سنتربلوك الفريق أهلا بيك أبراهيم من أولي أهلا بها دك وإن شاء الله وربنا يوفقك ويشوفك يعني حاجة جمدة جدا كابتل محمد أجل حضرتك كان تحدي صعب جدا حضرتك كنت ماسك أو اشتغلت على مستوى الدرجة الأولى يعني أنت كنت سنفاتي اتماسك مدرب عام في أحد الفرق الكبيرة في الدرجة الأولى كلمني إزاي ومين كلمك في النادي وسبت ده ليه وجيت النادي الأهلي تمسك في ليه 17 سنة يعني كلمني عن بدايتك وليه جيت مع النادي الأهلي هو أول حاجة أنا ابني من أبناء النادي الأهلي يعني رأيب تفكتها أنا شئين في النادي الأهلي لأول شيء تاني شيء تواصل معي كابتل حمدي الصافي وكابتل وقائل العادي علشان خاطر أكون متواجد معهم في النادي وطبعا شرف كبير لأي حد في الدنيا أنه هو يكون بيمثل النادي الأهلي ما قلتش لأنا جاي على فريق 17 سنة هو تحدي جديد بالنسبة لي تحدي كبير بالنسبة لي أن الفرقة فيها عناصر مميزة بس هي العملية كلها هتمحتاجها شغل كتير بحيث أنه إحنا يعني مش أكتر من كون أنه إحنا نطلع نجيب بطولة أو اثنين أو ثلاثة لا لا خلص إحنا عايزين نطلع لعيبة أو كوادر مستقبلية للدرجة الأولى ولكن أهم شيء وده اللي إحنا اشتغلنا عليه خط بطولة وإنت ماشي كويس إنما الأساس أن أنت من ضمن أهدافك أن أنت تتعد كوادر ولعبين للدرجة الأولى صحيح بزرط هو إحنا نشتغل على محورين دايما في الشغل أول محور الأساسي طبعا نادي الأهلي ما فيش حاجة بطولة طبعا ما فيش بطولة ما يكونش فيها نادي الأهلي صحيح تاني حاجة إحنا عندنا لعيبة على سبيل المثال مثلا إبراهيم وفيه لعب تاني اسمه أحمد جمال أحمد اثنين متر اثناشر أحمد جمال ده طوله اثنين متر اثناشر ما شاء الله الله أكبر أحمد عمرو التدريبي كان أول لما استلامت الفريق كان متواجد في النادي الأهلي بقى له حوالي خمس أوسط شهور بس لسه بيتعلم فولي كان بلعب فين قبل كده أولا جابوش ازاي اكتشافوش ازاي في النادي الأهلي كان كابتن محمد علي وكابتن أحمد زكريا اللي كانوا موجودين في الجهاز الأول كان هم اللي جابوه بس بدأوا بقى شغل معايا ده بقى تعلم بس المهارات الأساسية بشكل مبسط شوية فبعد كده بدأنا نشتغل معا بجرعات مكسفة طبعا حطنا لهم برنامج طبعا هو مش شغل مش ليل واحده طبعا الكلام ده كله احنا بنشتغل على أكتر من شكل هل فرقة كاملة طبعا أول حاجة احنا بنشتغل أو بالضبط بنجهز فترة إعداد بتاعتنا خطة نحن نعلم اللعيبة نمرأ واحد فترة الإعداد البدني دي كانت مهمة جدا دي كانت مع دكتور أحمد شوماند اللي هو مخاططة الأحمال هو بصراحة عمل طفرة مع اللعيبة في حتة الجام اختلف بشكل كل وجوزي ماشاء الله فيه لعيبة تانية كان عندها هي قريدي إمكانياتها البلانية كويسة جدا طبعا احنا طورنا منها وصلنا بقى للشق اللي هو المهاري ده بقى كانت أكبر مشكلة بتقابلنا ان احنا فيه لعيبة كتيرة من داير مركزها يعني مثلا شريف يوسف هو حاليا متصنف من أحسن دار مركز اتنين في العالم في البطولة الأخيرة في كاس العالم ده كان في الأساس سنتر واتقلب اتنين أوفزت في المنتخد طبعا ده العيب اتغير راح مركز فكان فيه مشكلة في مركز ثلاثة طبعا ما كانش فيه أبسط من قدام مننا ان احنا نجهد نفسنا ونتعب نفسنا على قد ما نقدر ان احنا نطلع مثلا إبراهيم ونطلع أحمد جمال يكونوا طبعا مصطفى أيمن يكونوا هما سنتر المتواجدين في الملعب طبعا هما الاتنين يعني فوق الاتنين متر فارق جدا معنا في الملعب لان ما فيش قريدي اي حد بيعرف يتجاوزهم من ناحية الزواج بتاعت الهوض فارقين جدا معنا فكان لازم نشتغل على الاتنين اللعيبة دول كتير جدا جدا دول مستقبل للنادي فطبعا اشتغلنا شغل انفادول كتير معهم شغل مهاري كتير طبعا ده فرق معهم جدا اللعيبة بدأت تتطور بالتدريج سنة سنة بدأنا نخش في المشاطة الودية بدأ اللعيبة يعلو الاستجابة عندهم كانت كويسة جدا عندهم رغبة عندهم رغبة اكيد يعني انت برضو لو بتمرى اللعيب ما عندهش رغبة مش هيبقى فيه استكابة بالزبط وفي نفس الوقت برضو حيطة انت بتحاول تزق معهم طبعا لانك انت لو ما كنتش ورع اللعب في السن دوت اللعيب برضو مش عارف مصلحته فينا ممكن هيبعد عنك بالزبط فاحنا وصلنا في الاخر ان احنا ما شاء الله يعني الاتنين اللعيبة كانوا فنشين الموسم من احسن السناتر اللي موجودين في مصر طب خلينا نشوف يعني نكلم برضو مع ابراهيم ابراهيم يعني اشتغلت ازاي معك كابتن بدأت الموسم ازاي طلب منك ايه من واضح ان مشتغل عليكم بشكل كبير لان المركز ده كان فيه مشكلة تكلمني اه هو كان المركز طبعا كان فيه مشكلة لان كنا يعني انا عمر التدريبي ثلاث سنين بس يعني انت ثلاث سنين واحمد ست شهور اه يعني كنت التدريت في الاهل يعتبر فطبعا كان سني اللي هو لسه جديد في الفوريا انت جيت من ايه ابراهيم الاول كنت في اسكندرية اسكندرية اه انا اصلا مسكندرية واتنقلت جيت القاهرة من ثلاث سنين في نادي الاهل اه بالزبط فبدأت عمرك تديبي ثلاث سنين اه اه طب ايه اللي اطلب منك اول موسم كنت بتتمرني ازاي ايه كابتن محمد كان بيعمل معك ايه طبعا اول حاجة في النادي الاهلي المبادئ يعني بأكيد كابتن محمد طبعا كان مساعدني بشكل كبير جدا اللي هو مثلا لازم تركز عشان قدامك طبعا فرس تيم اهلي قدامك طبعا منتخب مصر وحاجات كتير جدا فمسلا كان بيقعد معايا على الفرد كتير قوي مثلا اتكلم معايا يقولي ان انت لازم تركز كتير ولازم بيبقى ليك دور طبعا كبير في الملعب طب على مستوى الفنيات يعني اشتغل معاك في البلوكات ازاي اه اشتغل معاك في كل ده ازاي طبعا البلوكات عادت كتير قوي عشان يعني ازبطها والارسالات طبعا كان قاعد معايا فاترة برضو كبيرة عشان ازبطها برضو المهارات مكادش احسن حاجة بس يعني بفضل ربنا طبعا بفضل كابتن محمد مستوى يتحسن كتير قوي بفضل الله سبحانه وتعالى كمان مجهودك يعني اه اكيد ومشتغل معاك وبردو انت اكتهتك طبعا صباح يعني كابتن محمد دي دور كبير طبعا احلى موتش لاجتوا ايه لا فخمنا عいう معمل نية جميع روية اه افقل لي ديل في هناك ديل في هناك لعبتotherapعك ما شاء الله كويس جدا ليه يعني عملت بلوكات فاكر مسأل عملت كم بلوكة عملت فاكر او مش فاكر趣 بس هلالفاكر انت لعبتك كويس هاا فاكر لعبتك كويس وطيران ودب وأ dokلأ لعبت كويس جدا طيران في النهاية لعبتك كويس جدا وشمس لعبتك كويس برضو بس يعني يعتبر практи� كان نطشي الشمس مثلاً أو دجلة. انت عارف طبعاً من الأحد يعني مميزات سنتر بلوك اللعبة السريعة. آه أكيد طبعاً. وده اللي الجمهور بيحبه أول لعبة السريعة. أنا واحد من الناس بحب أول رفع السريعة. لأنه بيبقى البلوك قدامك ملحقش يطلع. فبيطلع بتلاقي حد ثلاثة متر كده طير. أقول الله والباك ملعب مكشوف وبيحطها مرة واحدة. انت مر على اللابس عليه ده بتحبه وخلي بالك ده بحتاج توافق. طبعاً. هي كابتن محمد صراحة مراني على كتير قوي يعني. كان عندي فأم مشكلة في الأول بس طبعاً كابتن محمد مراني على كتير جداً. فعلاً. وزبطت معي يعني الحمد لله. ولازم تبقى جاهز لأنه ممكن في أي وقت احمد حسامي يرفع لك. ممكن أي بصير يرفع لك. فلازم تبقى جاهز يعني. أكيد طبعاً. طب مين مسك الأعلى حبيب تبقى زيني. طبعاً كابتن عبد الحالي. عبه. طبعاً. عبه مسأل مصر وكل مسأل أعلى. إن شاء الله فرجاً. إن شاء الله تبقى انتوا الاثنين سنتر بلوك. إن شاء الله. يعني الفريق الأول. انت لسه انت فيه منتخب ليك قبل كده عملت فيه. روحت وما كنتش بحقك. روحت المنتخب بس يعني ما تخدش الآخر يعني طبعاً. لأنه كنت لسه بدع بولي بولي بول. كنت لسه بدع بولي 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 بولي. إن شاء الله. إن شاء الله. انت بره في إذن الله. إن شاء الله. طيب عندنا برضو لعيبة ألبت لها مركزها كابتن. يعني أنا كان معي كريم طمطوي كان بلعب اتنين وبقى أربعة. حدقت اللي ألبت المركز. كان معي فراس حاتم. وكان فراس بيلعب أربعاية. وبعد كده سبّتوا لبروه. يعني مش بس إن حدقت جيت لعيبة مغيّرة مركزها. لا ده حدقتك نفسك. غيرت اللعيبة مركزها. او تبعا لإحتياج الفريق. كلمني عن رؤية الفنية دي يا كابتن. أنا برضو عايز أتكلم في التفاصيل أكتر. طيب هو. إحنا شغلنا كله هو عبارة عن تفاصيل. من تحيطك من تفاصيل صغيرة. بتبدأ تكون فريق. بتبدأ تشوف حتى الماتشاة كلها. كلها شغلها بتفاصيل. التفاصيل الصغيرة هي اللي بتفرق معك. في كل حاجة. إحنا بنشتغل بشكل علم شوية. بنقيس. شغلنا كله يا سيد. يا سيد. التمرينات كلها مثلا. يعني معظم التمريم فترة العداد دي كلها متصورة. بس بياخد وقت طويل الشغل. جدا. يعني احنا مثلا لو هنلعب ماتش. لو اللعيب علشان ياخد مثلا داتا بتديها له أو حاجة زي تدوات. أنا بكون متفرق للفرقة دي مثلا على ثلاث ماتشاط. فأنا عايزني مثلا بتحولي عشر ساعات عشان خاطر إن أنا أوصل المعلومة بس للعاد. طبعا ما فيه شغل للناس اللي بتشتغل في الداتا. بس أنا دائما بحب أراجع كل شغل. إنت داري زيتا فولي يا كتب؟ أنا أتدرباء الرضاية تخصص تدريب كرة طائرة. ما شاء الله. في الأصل. فهي الفكرة كلها إن إحنا لازم التفاصيل بتاعتنا اللي هي بالقياسات. فإحنا بنقيس لكل العيب. يعني مثلا إمراهيم ارتفاع الدرب بتاعه قد إيه. بلوك بتاعهم السبات قد إيه. من الحركة بيجمع سرعته. الشمال بيبقى السرعة بتاع تؤديك. كل ده بتكتبه. كل ده بنقيسه. وبناء عليه مثلا مصطفى مثلا عندنا مصطفى أيمن كان متواجد مع حياتك قد إيه على طول. مصطفى أيمن فوقت عدد السرعة. مصطفى مثلا بيمتاز بالسرعة. بيهاجم كور سريع جدا. بيهاجم من على ارتفاعات معاينة في سن الشبكة. فممكن بيلعب نطشاط أساط بلوكات ارتفاع دراعه عالي. فهو بيعرف يعدي منه أحسن. كل ده انت خدت بالك بالتفاصيل دي في الأداء. بالزبط كده. في الوقت اللي انت جاي مشوق يعني انت برضو كنت درجة أولى ما انتاش متابع قوي السن ده. فانت اكتشفتهم من خلال التدريب والأرقاب. بالزبط في أول شهر بالزبط احنا حطينا في خط يعني خطة الإعداد بتاعتنا. وبدأنا نشتغل عليها. هو كنا شغلين شغل كتير شوية. خبار حياتك احنا كنا بنشتغل حوالي أربع ساعات فولي في اليوم. وبعد كده ساعة بنشتغل فتنس في الجيم قبليها على طول. وبعد كده في آخر اليوم بنشتغل شغل ريكوفري في حمام السباح. كمان. يعني ست سبع ساعات. ست ساعات غير فيه ساعتين في آخر اليوم. ساعات لمدة ثلاثة ايام مثلا منفاصلين عن بعض. يعني اللايبة كنت بتاخد حوالي تسعة واحدات تدريب في الأسبوع. هو طبعا كام كبير. بس احنا عشان كنا بندخل. بس لو انت دارس وعارف بتعمل موزع الحمل. طبعا كله بناء على أحمال. كله بناء على أحمال وياسات. مش كتير على حاجة. اه مش كده يعني. فهي الفكرة كلها ان هو كنا بنشتغل فردي كتير مع اللعيبة. فهو ده وقت اللي عمل تفرع في مستوى بعض اللعيبة. وهو ده الأساس يا كابتن هي دي الخلية. اللعيب لو مستوى مزاتش انت مش ختم الحاجة. الله ينور عليك. هي الخلية بتاعت الفرقة ايه. اللعب. فالنهاردة انت لو جيت راح تدخل على خطة ونط وعمل وبتاق. واللعيب نفسه امكانياته زي ما هي. فالنهاردة لما علق امكانياته قادر ادي خطة اكتر. واحسن. ده حاجة. لعني ان هو اللعيبة كانت فرقة. يعني حتى لو حيطك يعني في المتشاب بطيك تتفرج على التفاع دراعي اللعيب هو بيدرب. بتلاقي لعيبة بتدرب من أماكن بعيدة خالص عن دراعات اللعيبات تانية. يعني واحد طالع بيدرب مثلا زي شريف. وطلع يضرب كرة من على ارتفاع ثلاثة متر خمسين. شي يوسف اه؟ شريف يوسف. واحد مثلا زي احمد جميل. طلع يضرب كرة من على ارتفاع مثلا اربعين ثلاثة متر ثمانية ثلاثين. ابراهيم طلع يشو كرة من على ارتفاع مثلا ثلاثة متر ثلاثين. يسين الكلام بدك يا؟ البلوك اللي اصد منه مثلا هو ارتفاعه تلاثة متر ثلاثة متر عشر. فلو طلع بنفقي مرتاب. ش Montrealины. شايف الملعب كله. فهي دي كلها الحاجات اللي فرقت مع اللعيبة احنا ما نيجي نغير مثلا مركز بعض اللعيبة زي مثلا كريم طنطاوي او فراس او فيه برضو عبدالرحمن خالد دوت لبرو احنا عندنا حياتك فيه كزا لعب ساعة درجة اولى وشاركه في بداية الموسم مع فريق الدرجة الاولى اول حاجة شريف يوسف شريف كابتن فريق بتاعنا هو على فكرة مستر فرناندو قال لي وفيه عبدالرحمن خالد دوت بدأ لبرو بتاع الموسم في الدرجة الاولى طب هو ما كانش لبرو اصلا هو لبرو في المنتخب هو اساسا امكانياته لعيب لبرو بس هو كان بداية الموسم بدأ معنا كمركز اربعة باقي انا في اخر الموسم هو فنش الموسم كالبرو عبدالرحمن خالد عبدالرحمن خالد ده من اللعيبة بابا موليك كابتن 6 احنا 6 هو شريف فيه فيه 6 اه الـ 29 عضو مع فريق الدرجة الاولى شاركه بالفعل في المتشاط ومطبعا موضوع الاخصى حمز الصافي كابتنى عندك فكرة محمد رمضان كم سنة في الدرجة الاولى محمد رمضان كخبرة لا كسن موليك مثلا محمد رمضان تسعينات نص التسعينات 28 سنة اه لسه قدام كتير ما شاء الله يعني اصدقى اقولك والفرق كمان بينه وبين اللي طلعين برضو مش قليل مش قليل هو فيه خليب اعطيك اللي طلع هو مثلا محمد رمضان كلاعب مثلا لبرو لا هو لعب طبعا عنده اكسبرينس بختلفة تماما عن اي حد لسه طلع من السن والسنادي بأمانة لما كان بيطلع يوندر وينزي محمد رمضان انا مكنش بحس في ان فيه فرق الملعب ما بحصلش فيه دروب بالزبط دي حقيقة فهم وبدليل ان فيه موطشات كاملة خدها محمد رمضان ودي حقيقة فهم في الروتشاء اللي بيعملو مستر فلنان بالزبط دي حقيقة وهو مستر فلنان كمان يعني عامل حاجة بصراحة يعني حاجة محترمة جدا وهو ايه معل الدكة ومعل الملعب الاثنين ومتعرفش مين في الدكة متعرفش مين في الملعب انا كنت بفاجأة بتشكلاتي دي من مميزات النادي الاهل السندي اللي نفنش الدورة غير اللي نفنش افريقيا غير اللي نفنش افريقيا غير اللي نفنش انا ما بقيتش عارف مين بزبط بزبط يعني هو حالتك انت ما تعلي اللعيب عندك 14 لعيب مثلا جوه الانسكور مثلا في الماتش عندك ممكن تستفيد باي حد منهم ده اول عوامل النجاح اول عوامل النجاح احنا مثلا عشان الفرق الناشئين بتبقى مختلفة شوية عن الدرجة الاولى فانت حياتك مثلا تشتغل يبقى عندك مثلا سيه مثلا معدة عندنا الاساسي سيف باسم وورا منه على طول مثلا احمد حسان الفرق مثلا ممكن يكون فيه فرق خبرة مثلا ان سيف خبرته الاسباري بتاع تخل ملعب اعلى شوية مع الجيل بس اما بينزل احمد احمد مثلا كم بينزل ليه لماتشاط خلينا انا برضو محتاجة يعني اخذ من حقيقة يعني معلومات اكتر بس لازم اطلع لفاصل عزيزي المشاهدين نطلع لفاصل سريع ونرجع لكمل كلامنا مع طبعا كابت محمد حسين مدير فني فريق 17 سنة وكمل كلامنا كمان مع أبراهيم محمد سنتر بلوك الفريق ولكن بعد اهلا بحضراتكم من جديد كمين لقائنا مع فريق 17 سنة أبطال الجمهورية وأبطال المنطقة لهذا الموسم بكمل كلامي مع إبراهيم محمد سنتر بلوك الفريق إبراهيم انت لما تنقلت جيت من اسكندرية برضو لازم نشوف الصعوبات يعني انت طول عمرك عايش في اسكندرية لما تنقلت أكيد تعبت إيه المشاكل اللي قابلتك هل السكن الأكل الشرب الدراسة يعني قولي تصرفت في كل ده إزاي طبعا الدراسة كانت أول مشكلة لأن طبعا كنت أحسيب المدرسة هناك بسبب أجي أعود هنا وطبعا مشكلة كبيرة طبعا أنا كنت أبعت بعيد عن أهلي فترة كبيرة زي دي كنت لسه صغير يا حبيبي تلبيت وتلت أعدادي ولا تاني أعدادي كنت تلت أعدادي فعلا وطبعا المشكلة اللي أنا جيت هنا كنت مثلا أول حاجة كان معايا أهلي يعني كان معايا والدتي والدتي وأختي دليك أخوات كتير ولا؟ عندي أخ هيلعب أعب كوة إن شاء الله في النهاية للأهلي هيلعب؟ أهيلعب كوة أهيلعب كوة بسم الله إن شاء الله بلعب إيه في ألعب الكوة؟ هو بلعب تقيمة ربعمية حواجز الله أكبر دي صعبة كمان ربعمية حواجز دي دي اعتبر سبرينتر وحاجة جملة يعني طيب هو دي أخوك إن تجيت هنا مومتك جات معاك في الأول وأختك عادوا معاك حب أدي عادوا معايا مثلا سنة سنة عشان أختي جات لعبت هنا برضو لعبت فين؟ هي أول حاجة جات في النادي الأهلي بس كان فيه مشاكل في الورق وحاجات كتير بولي بول برضو؟ أه ما شاء الله فما كملتش في الأهلي وراحت لعبت في نادي أكتوبر كويس براه ولسه بتلعب هناك لقد دلوقتي؟ لا هي رجعت إسكندرية تاني رجعت إسكندرية طيب عملت إيه في المدرسة؟ عملت إيه بعد مومتك ما رجعت تاني؟ يعني حاولت بقى إن أنا أتأكلم يعني أعتمد على نفسي شوية بتعرف تطبخه كده أولا؟ آه طبعا بيرابه عليك تعلم يابه عليك أيو يا حبيب أنا لازم تتعلم بس دي يعني حاجة كويسة جدا طب وعملت إيه في نتيجة امتحاد السنة دي؟ آآ نجحت يعني الحمد لله لسه ناجح النهار مبروك مبروك كده بقيت في ثلثة سنة ويا باشا آآ خلاص شدت حيلك ربنا معاك ودروسك بتاخدها زي أونلاين مثلا آآ يعني باخد دروس أونلاين لو مسلا عرفت روح مراجعات أو حاجة يعني برافو برافو وربنا يوفقك إبراهيم إن شاء الله كابتن محمد أجيلك أكيد يعني النجاح دا ليه شركاء يعني أكيد أنت كتير أحقيتش نجاح دا لوحدك آآ طبعا يعني كتير بصراع بدايةً وضع طبيعي إن الاستقرار اللي إحنا فيه دا لازم نشكر فيه كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإقدارة وعضاء مجلس الإقدارة كلهم ونشاط الرياضي طبعا كله وخبار حياتك بلقاتة كابتن خالد العوضي ونخش بقى في الفولي يعني كابتن حمدي صافي رئيس الجهاز بصراع ما سابناش في يعني مش هاز واحدة ما سابناش في ماتش بسكندرية ورانا مش عارف ماتش في آخر الدنيا ورانا لا هو دقوب وناجح بيحب الناجح هو ومن الشخصيات الجميلة جداً حتى في التعامل حتى في التفاصيل الصغيرة حتى في النص طبعاً كابتن هو العادي يا أخي كبير ما بيسيبناش تمرينة ما بيسيبناش في ماتش ومعايا على طول حتى في الماتش في الدكة في ظهرنا يعني حتى ما كنت أنا بحتفرج حلب على ماتشاط هو يتفرج مثلا على ماتشاط ويقولي فيه نقطة مثلا فلانية كذا نقطة اتفق فيه كذا كنا عاملين كده حاجة كده زي المسلس أنا مدير فني معاك جهاز بتاعي وكابتن نوايا العادي وكابتن حمدي الصافي المسلس بتاعنا دوت وخبار حياتك ما بيخرجش مننا اللعيبة نحطين العيبة في النص بحوطين عليهم بكل تفاصيلهم بكل حاجة بكل مشاكل الصغيرة يعني يوم تزدني العملية تليفوننا بيننا ويوم بعد احنا الثلاثة كابتن جهازك برضو مين كانوا في جهاز معاك السلسة دي؟ طبعاً أول حاجة حب أشكر كابتن حسان متولي إداري الفريق مجهوده طبعاً مع الفرقة تيسير كل الأمور ليهم ما بين وجبات ما بين لبس ما بين حاجات كتيرة جداً طبعاً دكتنات شمال مخططة الأحمال يعني فأمانة أنا بشكره من هنا أنه هو عمل طفرة في المستوى البدن اللعيبة ما كنت شامل حاجة من غيرها طبعاً ده وضع طبيعي وضع طبيعينا هو شال من اللاعب كبير يعني كل حاجة حتى في الركوفر بعد كده احنا في ستة مشارات احنا كان في لايبة تلعب ستة مشارات في الأسبوع ما بين إصابات ما بين يعني إبراهيم لاعب دور كامل وهم صاد فيه لعيب تاني لاعب دور كامل شريف لاعب تلعب دور وهم صاد ومين تاني معك مجهاز لكبر دكتور أحبب تلعب ده ده دكتور طبعاً طبعاً يعني طبعاً طبعاً دول داخل القائمة طبعاً بسرعة يعني أسام الخريق كله هماشيون بقى مركزة شمعين طبعاً سيف باسم أحمد حسام علي مهران ياسين ياسر ومركز اتنين طبعاً كافن فريق شريف يوسف وفيه عبد الرحمن ماجد بس اللي عيب ده لأسف تصف أول الموسم بخالعي في كتفه ربنا أنت ملشف على خير رب ورجع يا حسن من الأول ومركز ثلاثة إبراهيم طبعاً أحمد جمال مصطفى أيمن عمر ياسر مركز أربعة زياد حجاج لعب مؤثر جداً في الفرقة كان محور ورتكاز جداً في الملعب وكان صبهم أمام كبير جداً في الملعب مركز وعبد الرحمن خالد بيلعب ليبرو بيلعب مركز أربعة كريم طنطاوي وفي حد ثاني لسين ما أظنش لأ كمان إن شاء الله عشان لسه في لعب أصل لها متساعدة أجبهم في الآخر ومركز كده ناقصنا إيه؟ بس كده هاتل ليبرو فراس ويوسف شريف ويوسف لطفي ويحيا ندا وشريف الشريف وعندنا طبعاً اللعيبة المصعدين من تحت أه سوري معلش وفيه مالك وفيه هاشم وعندنا اللعيبة المصعدين بقى من تحت دول كانوا يعني اللي سندونا خمس لعيبة منتخب مصر حمزة يسين محمد خالد ماروان متولي ويسين ناصر وفادي محمود حدفش أشكرك يا كابتن وأشكرك فريقتك كلها أبطال وربنا يكرمك إن شاء الله في القادم أشكرك كابتن محمد حسين المدير الفني نورتين وشارتين يا كابتن محمد طبعاً إبراهيم محمد سنتر بلوك الفريق أشكرك يا حبيب إن شاء الله نشوفك فيهم الأيام نجم كبير في منتخب مصر لدي داحية أعزائي المشاهدين كان لقاءنا النهاردة مع 17 سنة فريق 17 سنة أبطال الدول والكياس الحقيقة أنا بوجلهم كل التحية والشكر على ما بزلوه الحقيقة وإن شاء الله أتمنى لهم كل التوفيق ونشوف منهم في يوم الأيام نجوم كبيرة في الدرجة الأولى في منتخب مصر أشكر حضركم على حسن المتابعة وانتظرونا في حلقة جديدة مع الأبطال